اتنين فيديو هيشتغلوا فلو مشتغلوش بس حد ينبهني ان هم مشتغلوش و انا حاطلى ودخلهم من برنامج تاني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اسمي ايمن و انا مهندس معماري دفعة 2001 جامعة اسكندريا و حاليا انا بشتغل مدير مكتب هندسي في المملكة العربية السعودية و رئيس فريق التصميم المعماري النهاردة هنتكلم على الغلاف الخارجي للمبنى و ازاي يكون الغلاف الخارجي للمبنى ده و ازاي غلاف مستدام و ايه هو الابداع في الغلاف الخارجي للمبنى و ازاي بيتحقق و ازاي بنقدر نحقق اكتر من هدف في اثناء تصميم هذي او الغلاف الخارجي من المبنى طبعا الابجيكتفز بتاعت المحاضرة النهاردة ان احنا نكون مع التصميم المستدام للغلاف الخارجي و نكون عارفين بالزبط ايه هي الخلفية التاريخية اللي جاية من وراء المبادئ بتاعت التصميم المستدام للغلاف الخارجي للمبنى و نعرف كمان ايه هي الورلد وايد ترينز في التصميم او الاتجاهات الحديثة في التصميم المبنى او الغلاف الخارجي للمبنى المستدام طبعا كثمري للبرزنتيشن اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة هو هي بتركز بالزبط على ان احنا نعرف ايه هو غلاف المبنى المستدام و ازاي نقدر نحقق الاستدامة باستدام الغلاف الخارجي طبعا البرزنتيشن هتركز برضو على بعض التقنيات الحديثة والاتجاهات المعاصرة في التصميم علشان نقدر نحقق الهدف بتاع تصميم مبنى او غلاف لمبنى خارجي مستدامة عندنا اربع اجزاء رئيسيتين او رئيسية الجوز الاولاني بيتكلم على الابستركز بتاع البرزنتيشن والسكوب بتاعها والكي ووردس والبرزنتيشن امبورتنس اهميتها بعد كده هنبدأ نعرف بعض الترمز زي غلاف المبنى الخارجي زي الاستدامة زي العمارة المستدامة او العمارة المستدامة هنعرف البرزنتيشن وهنعرف حكتين مهمين جدا هو الترندين اللي احنا هنتكلم عنه منه نهاردة واحد اللي هو البيوفاساد اللي هي الوجهات الحيوية والنوع الثاني اللي هو الواجهات الخارجية طبعا هيتخلل داوت هيكون فيه البرزنتيشن 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 ازاي الغلاف الخارجي للمبنى داوت تطور يعني بعد كده هنركز على البيوفاساد الوجهات الحيوية وحنركز على الكينيتك فساد اللي هي الوجهات الحركية وحنتكلم في الاخير على الستراتيجيات ايه هي الستراتيجيات او الحاجات اللي هنريد اخدها في التصميم نعتبرها في التصميم علشان نحقق استدامة للغلاف الخارجي للمبنى بعد كده هنتكلم على شوية وفي الاخير خالص هنشوف الاسئلة وفيه سلايد في الاخر برضه بتتكلم على البرزنتيشن اللي جاية اللي احنا مرتبها ان شاء الله مع بيميرجين اول حاجة زي ما تكلمنا احنا متكلم على ان الغلاف المبنى عنصره مهم جدا 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 في تصميم المبنى هو بيشتغل في التصميم كأنه السكين بتاعت البني ادب بيحمي جميع العناصر الداخلية للمبنى وبيديله كمان في نفس الوقت الخاص بالمبنى كل مبنى له شخصية وليه شخصية حضرية وشخصية الحضرية دي بيلحظها وبيحس بيها وبيتفاعل معها الانسان عن طريق الغلاف المبنى الخارجي فبالتالي هو عنصر مهم جدا في النحياتين دول بيحمي المكونات الداخلية للمبنى بما فيهم الانسان اللي بيستخدم المبنى وكمان هو بيدي المبنى الانطباع الحضري المميز طبعا علشان احنا في التحول المناخي اللي هو بقاله في آخر عشرين لثلاثين سنة في القرن العشرين ومكمل معنا الغاية دلوقتي في القرن الواحد وعشرين في تحول المناخي كبير وخصوصا في المنطقة العربية بتاعتنا ومنطقة شمال افريقيا فبقى الحفاظ على الطاقة واستدامة المبنى لان ده بقى عامل مهم جدا من عوامل التصميم فبقى ظهرت الترند بتاع ان نشوف ايه كمان من مكونات التصميم نقدر نخليه يكون مستدامة وطبعا اول ترشيح كان للغلاف الخارجي للمبنى فبالتالي كل المصنمين المعماريين دلوقتي بيعتبروا ان الغلاف الخارجي للمبنى واستدامته عامل مهم جدا في معادلة التصميم المعماري للمبنى وخصوصا المباني اللي بتبقى ليها عايزة تعمل يونيك لوك او عايزة تعمل حاجة مختلفة طيب ايه هي بقى الديلمة او ايه هي المعضلة اللي موجودة المعضلة اللي موجودة ان ازاي انت تقدر تعمل تعمل او تمزج ما بين التصميم الخارجي للغلاف الخارجي للمبنى يكون شكله كويس وشكله مقبول وشكله يونيك وشكله متميز وفي نفس الوقت يكون عندك او مستدامة وفي نفس الوقت يكون عندك او مستدامة كل ده علشان تقدر تحقق الاستدامه في فلاف الخارجي للمبنى وبالتالي المبنى كله يكون مستدامة الاسكوب بتاع الـ Presentation اليوم سيكون مركز على الـ Sustainable Building Envelope Design الـ Conceptاته و الـ Techniques المستخدمة الـ Keywords اللي احنا هنستخدمها ودي حاجة انا حب ان انا اتكلم عليها ان الـ Keywords حاجة مهمة جداً في اي presentation و اي مقال نكتبه لان هي بتفتح مجال للقارئ وبتفتح مجال للباحث بعد كده ان هو ياخد الكي وورز دولت ويحطه هو فالكي وورز بتاعتنا النهاردة هي البيللنج انفلوب اللي هو غلاف المبنى الخارجي الاستدامة اللي هي السلسينابوليتي اللي هي العمارة الخضراء اللي هو المبنى الأخضر البيو فساد اللي هي الوجهات الحيوية والكاينتك فساد اللي هي الوجهات الخارجية طبعا الهمية الهمية بتاعت البرزنتيشن بتيجي في الوقت دوت وفي الوقت وفي المكان بتاعنا احنا في الريجون بتاعتنا اللي هي عندها مشاكل كبيرة في الستستينابيلتي احنا متأخرين بصورة كبيرة في الستستينابيلتي عندنا مشكل في الانرجي عندنا مشاكل في الحفاظ على الريسورس الجنريشنز اللي جاي عندنا اعادة توظيف لكوست المباني بالذات عندنا كمان تحديات في التصميم الحضري فكل دوت بيصب فيه بيدعم الأهمية بتاعت البرزنتيشن هنبدأ بسم الله على شوية تعريف كده تحرفنا ايه هو المكونات الرئيسية للبرزنتيشن فأول حاجة هو بنتكلم عليها هي البيلدينج إبلوب أو غلاف المبنى الخارجي وهو عبارة عن الطبقة اللي بتفصل مكونات المبنى الداخلية اللي بتكون خضع عليه أو يعني خضع عليه كنترول الانفيرومنت فيها الانفيرومنت الداخلية فيها كنترول عن الانفيرومنت المبنى الداخلية فهو ده اللي بيسمى غلاف المبنى طبعا غلاف المبنى في الحالة ديت بيشمل الحواية الخارجية من وجهات المبنى كلها وكمان الأصقف ودي حاجة مهمة جدا ان غلاف المبنى الخارجي لأي مبنى بيشمل كمان السعف وبالتالي غلاف المبنى الخارجي هو الطبقة الرفيعة او الطبقة اللي موجودة اللي بتفصل الانترنا video البيئة الداخلية التميز انها تكون تحت الانفيرومنت سوى الانفيرومنت عن البيئة الخارجية بيكون فيها رطوبة بيكون فيها رياح بيكون فيها مطر ويكون فيها توجيه معين للمبنى بيكون فيها عناصر كتير الأنصر الثاني اللي احنا الحبين نعرفه النهاردة هو بصورة عامة بحر كبير 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 تعريف كتير لي ابتدت الناس تهتم به من التمانينيات من القرن الماضي وتطور طريق الأمم المتحدة وتطور الاهتمام به لغاية القرن الـ 21 وبقى هو العامل الأساسي أو المحرك الأساسي لجميع عمليات التنمية سواء في البيئة الحضرية والعمرانية اللي هو مجال تخصصنا أو في البيئة الاجتماعية أو في البيئة الاقتصادية أو في البيئات المختلفة في حتى السياسة الترم بقى موجود نحن نهتم بالترم من الناحية العامة ومن الناحية العامة الترم معناه أن نحن نحافظ على الـ resources اللي موجودة عندنا حالياً ونوظفها أحسن توظيف علشان الأجيال المستقبلية تستفيد بالـ resources اللي احنا حطناه فهو عبارة عن الـ development اللي بتميت الـ needs الاحتياجات بتاعت الـ present time without compromising أو من غير من خط خطورة على الـ ability of future generation الأجيال المستقبلية أن هم يستفيدوا بنفس الـ resources إن كانوا مش هيستفيدوا بنفس الحاجات اللي احنا بنخطها النهاردة فمعنى كده أن أنا بصمم مبنى اليوم في سنة 2020 لازم المبنى دوت يكون بيستخدم الـ resources اللي موجودة في البيئة بيستخدم الأفكار اللي موجودة في البيئة بيستخدم المتيريال اللي موجودة في البيئة ويكون مستدام بحيث إن هو يمتد الـ generation مستقبلية مش إن الـ generation اللي جاء اللي بعدين في سنة 2030 أو 2040 يقول المبنى دوت تصمم على أساس خطأ ومش مفيد لي وأنا حتطر إن أنا أستبدله أو أهدمه أو أعدل فيه أو إن أنا أحسن الترمي اللي بعد كده هو الـ green building أو المبنى الأخضر وهو أبارة عن الـ structure اللي بيستخدم الـ environmental responses resource efficient على الـ life cycle بتاعته كلها في أثناء عملية التصميم وفي أثناء عملية construction وفي أثناء عملية الـ operation وفي أثناء عملية الـ renovation وفي أثناء عملية الـ maintenance لغاية الـ demolition بمعنى إيه؟ بمعنى إن المبنى الأخضر هو مبنى بيستخدم فيه تقنيات منذ عملية التصميم وحتى عملية الـ أو إعادة الاستخدام وتكون جميع هذه العمليات عمليات وفي أثناء عملية التصميم وفي أثناء عملية التصميم في بعض المقومات وفي أثناء عملية الـ construction في بعض المقومات وفي أثناء الـ operation and maintenance في بعض المقومات اللي بتخلي المبنى دوتي بأقدر حتى كمان في مرحلة الـ renovation أو حتى في مرحلة الـ demolition بيبقى فيه اعتبارات لتصميم هذا النوع من المبنى طبعا هنا في منظمات عالمية كتير وأشهرها هي الـ lead organization اللي هي بتنظم الـ processes أو الـ guides بتاعتني إزاي مبنى من أول عملية التصميم لغاية عملية الـ demolition أو إعادة التصميم يكون بينهج نهج أخضر وبالتالي يحافظ على الـ resources بيستخدموا النظام النقاط علشان النظام النقاط دوت يبدأ يحدد أي كاتيجوري المبنى الأخضر دوت هيكون فيه وبالتالي يحدد الـ way forward لاستخدام هذا النوع أول term هنا سيكون جديدة علينا أو يعني مش يمكن جديد للبعض ومش جديد للبعض هو الوجهات الحيوية والوجهات الحيوية هي الوجهات اللي بتستخدم معالجات تحاول بها انها تقرب من تأتيف environmental and sustainable goals انها توصل لمكاسب بيئية ومستدامة والوجهات الـ way forward طبعا ده تريند جديد مش بنشوفه على طول ما بيبقاش موجود بكسرة في مباني معينة لكنه موجود بأوجه مختلفة وهو بيحاول يخلي الغلاف الخارجي للمبنى يـ interact with the surrounding environment وهو العوامل البيئية اللي هي كلها طبيعية زي الرياح زي المياه سواء كانت عن طريق رطوبة أو عن طريق الأمطار الشمس كل دي عوامل بيئية موجودة وعوامل حيوية موجودة حوالين الغلاف الخارجي للمبنى لو أحسننا استخدامها وتوظفها في معادلة تصميم المبنى هنقدر نحقق وجهات خارجية أو غلاف خارجي للمبنى يكون جاي من توجه النوع التاني من الوجهات هو الوجهات الحركية وهي وجهات بتكون فيها عناصر هذه العناصر متحركة بيتم توظيف العناصر المتحركة عن طريق نظام إضامة المبنى لتحقيق أهداف مستدامة مثل حماية المبنى من الشمس في الوجهات الجنوبية مثل أو حماية المبنى من الرياح أو استخدام الرياح في توليد طاقة معينة للمبنى أو استخدام مياه الأمطار وإعادة توظيفها في تجميعها بصورة معينة وبعد ذلك تخش على شبكات الري أو ما شبهها ذلك المهم أن يكون الوجهة فيها عناصر بتتحرك عن طريق ميكانيكي ويكون عن طريق برنامج كمبيوتر أو برامج كمبيوتر برامج محكاة البرامج كلها بتحط كذا سيناريو للمبنى من ضمن السناريوهات بيكون إضاءة المبنى واستخدام المبنى في الأوقات المختلفة طبعاً علشان نبدأ وندرس الغلاف الخارجي للمبنى لازم نعرف نرجع لورها في التاريخ دايماً كان الإنسان من أول خلق سيدنا آدم لغاية اليوم هو بيدور على غلاف يحميه هو بيدور على الشلتر الشلتر ده عبارة عن غلاف والغلاف دوت عبارة عن حوايت وسبف ده بكل بساطة من بداية الكهوف للأحجار للمباني البسيطة اللي كانت موجودة في أفريقيا كل ده الإنسان بيبحث عن فابرك عن سكين تحاوط العناصر اللي هو حيستخدمها في المبنى ده سواء المبنى ده وكان لغرض السكن أو لأي غرض آخر على الـ فطبعاً في البداية كان الإنسان مهتم بأنه هو يسكن بعد كده تطور الموضوع أنه هو يسكن ويتعبد بعد كده أنه هو يسكن ويتعبد ويبدأ يعمل دوره في المجتمع لو هو مثلاً طبيب لو هو قاضي لو هو سياسي لو هو لأي دور فهو عنده مكان بيروح فيه المكان ده بيحتوي بعض الـ يجب أن يكون محتوى داخل الغلاف الغلاف ده لازم يكون يمكن الإنسان أنه هو بكل عريحية يقدر يقوم بدوره فيه في المختلفة فطبعاً في العمارات المختلفة زي ما قلنا بدئاً من بدئاً من عمارة الكهوف مروراً بالتطور العمراني للفراعنة التطور فيه العمراني اللي كان في العمارة الـ سواء كانت في أفريقيا أو في شمال أفريقيا للعمارة في الدمشق للعمارة في مصر في الصحراء الكبرى جميع هذه الأمارات بأساليب مختلفة كانت تحاول أن تجعل الغلاف الخارجي للمبنى يحمي الإنسان ويجعله يقوم بوظيفه بصورة مريحة سواء كان في فصل الصيف وحمايته من الحرارة وحمايته من الرطوبة وعادة توظيفها أو سواء كان في فصل الشتاء وحمايته من البرد وأنه يكون عايش بأمان طبعاً المنطقة التي نتحدث عنها هي منطقة النصف الشمالي من الكرة الأرضية والنصف الشمالي من الكرة الأرضية مع توجهه للشمس فمتشابه إلى حد كبير في ظروف المناخية مع اختلاف خطوط العرض فتخليه في بيئات مختلفة كل هذا الإنسان كان يحاول أن يصل للمعادلة فتخليه بأبسط الإمكانيات وبالإمكانيات والمواد الموجودة في البيئة اللي تخليه يبقى بمرتاح داخل هذا الغلاف والغلاف ده زي ما كنا نتكلم قبل كده نقول أنه غلاف دوته على طول طول الوقت الغلاف دوته يتكون من الأسخف والحوايط طبعاً أعمارات مختلفة حتى في شبه الجزيرة العربية مشهور المسمك برضو أعمارات مختلفة وأوجه مختلفة لغلاف الخارجي للمبنى حتى المباني اللي كانت لها زاد طابع دفاعي برضو الغلاف الخارجي للمبنى كان ليه دور وهو دايماً ليه دور العمارة حتى في القرن العشرين وفي أوروبا كان برضو خلاف الخارجي للمبنى ده عنصر مهم جداً جداً تطوره التكنولوجي تطوره البيئي عنصر مهم جداً 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 وبيدي التمييز الحضري لأي مبنى بيتم تصميمه أي مبنى بيتم تصميمه المعماري دايماً بيدور على غير أنه هو يوفي بالاعتبارات التصميمية الداخلية اللي هي بيحصل ليها انتر اكشن كل يوم مع المستخدم كمان أعايز ان هو يخلي المبنى بتاعه مبنى مميز مبنى مريح فأول حاجة بيفكر فيه هو غلاف المبنى المستداء غلاف المبنى إزاي يبقى متميز وانه مفيد طبعاً اللي هو يبقى مستداء حتى العمارة الجوغنينهايم حتى كل داوت إبداع فيه الغلاف الخارجي للمبنى وبعض منهم كان موظف توظيف بيئي أو توظيف مستداء طبعاً إحنا هنبدأ نتكلم دلوقتي على الانوبيشن في الغلاف الخارجي المستداء من المبنى وهنتكلم أول حاجة على البيوفاساد وإحنا زي ما قلنا هي البيوفاساد هو النوع من التريتمينت للوجهات الخارجية أو الغلاف الخارجي اللي بيستهدف تحقيق البيئة المحيطة حواليها البيوفاساد بتستجيب أو بتتعامل سمارت إنترأكشن مع البيئة المحيطة حواليها وكلمة سمارت هنا مش معناها أن يكون حاجة تكنولوجية لا بالعكس ممكن يكون وده اللي هنعرضه أن يكون حاجة مش تكنولوجية ولا شيء لكن المصمم العوراني واخد باله كويس من المقاومات البيئية اللي موجودة والماتيريالزل اللي موجودة في البيئة عنده وبيوظفها توظيف مظبوط التوظيف المظبوط ده بيحصل له إنترأكشن مع الانفيرومت وبالتالي بقدر أحقق على الجول بتاع الالسوستينابل فساد طبعاً محاولات كثيرة لأن يكون في الفساد أو الخلاف الخارجي للمبنى ده يكون يقدر يعمل ريسبونس مع البيئة اللي حواليه ويقدر يتعايش معنا يكون زي الاسكين بتاع الإنسان ومحاولات دي طبعاً حاجات كثيرة منها كانت ناجحة مهم جداً أن المصمم يقدر يفكر فيه لما يجي يفكر في البيئة الفساد يفكر في السكين بتاع المبنى أن يكون زي جلد الإنسان جلد الإنسان في الصيف بيحمي الإنسان من الخرارة وفي الشتاء برضو بيحميه من البرودة هو ده الهدف الذي تريد أن تعيش توصله والهدف الذي يريد أن يكون المبنى ده يقدر يتعايش مع الوصف ويقدر يحقق لك الـ Sustainable Goal الذي تريده في نوعيات، خمس نوعيات، فيه فساد natural element وديه الفساد أو الخلاف الخلاف اللي بيستخدم اناصر طبيعية موجودة في البيئة المحيطة زي الناترال روكس زي الناترال وود زي الأش زي البواد الموجودة في البيئة ويعاد توظيفها ويعاد استخدامها زي الطين زي البرنيكولار أركيتكتشور بصورها المتعددة يعيد استخدامها ويعيد توظيفها التوظيف الصح في الوجهات الصح في الأماكن الصح بالألوان الصح علشان يقدر يحقق المعادلة الصعبة بتاعت inna yكون الفساد الاسكين دوت يكون responsive يكون responsive مع البيئة النوع الثاني هو responsive فساد وهو الفساد اللي بناخد عنصر من ضمن عناصر البيئة ونوى والله إحنا الانصر دوت هو اللي هنتعامل به هنتعامل مع عنصر الرياح هنتعامل مع عنصر الشمس هنتعامل مع عنصر العمطار العنصر الغالب اللي موجود فيه البيئة المحيطة وهو دوت اللي هيكون أساس الـ responsive فساد بتاعي أو نحن نقول النوع الثالث اللي هو solar scheme فساد طبعا دوت من اسمه واضح ان هو محاولات مختبرية أو مخبرية لعمل scheme يكون نقدر منه نولد طاقة نقدر منه نخزن طاقة نقدر منه نستفيد من طاقة الشمس ونستخدمها ونعيد استخدمها كطاقة حرارية أو طاقة كهربائية في المبنى لفايدة المبنى وأنشطه المختلفة النوع الرابع هو adaptive algae فساد وده نوع بيتعامل مع المبنى زي ما يكون ورقة شجر زي ما يكون غلاف خارجي لورقة شجر ازاي نقدر ان الالجي ديت أو الفطريات ديت ان احنا نوظفها في الوجهات الخارجية ونقدر عن طريق التفاعل الكيميائي باستخدام الشمس نقدر نولد طاقة أو نستخدم طاقة او ان احنا نقدر نفرغ الالطاقة ديت بصورة معينة النوع الأخير هو السرموفورمال بايو بلاستيك فساد وده هو نوع انتشر جدا وخصوصا المتحرك منه او السابت منه انه هو له هدف لحماية المبنى واعطاقه الـ Find Urban Look أو Distinguished Urban Look بسرعة حنشوف بعض الأمثلة للـ Natural Elements وزي ما معروض قدام حضراتكم ده النوع الأولاني اللي هو الـ Natural Elements Fassad اللي هي السكين اللي بيستخدم العناصر البيئية اللي موجودة في البيئة المحيطة علشان يضمن استدامة الوجهات الخارجية وبالتالي استدامة المبنى والأنشط المختلفة فمثلا استخدام الطين في المعالجات الخارجية او الطين المحروق استخدام الحجر استخدام الخشب والأش كل دي الحاجات اللي موجودة في البيئة وازاي المصمم المعماري يقدر ان هو يوظفهم علشان يقدر يحقق غلاف خارجي للمبدأ يكون لشكل مميز وفي نفس الوقت يكون مستدام وفي نفس الوقت يقدر يحمل عناصر الداخلية اللي في المبنى وبالتالي يضمن استدامة الـ Function اللي جوه المبنى وقريحية الإنسان داخله طبعا ده أول فيديو هنشوفه مع بعض وهو على الـ Responsive Fassad وحنتكلم عليه، أنا هشغل الفيديو برجاء لو ماشتغلش الفيديو بس حد ينبيه طبعا ده موديل مشهور ومنتشر على المواقع الإنترنت وهو الفيديو بالحكاة على الـ Bio Fassad اللي بتترسبوند للشمس هنا في الحالة الدراسية ديت الموديل ده معمول على مدار الساعة وزي ما حضاركتم شايفين بيدرس الوجهة الشرعية والوجهة الشمالية السلام عليكم مرحبت الفيديو مشتغلش الفيديو مشتغلش الفيديو مشتغل اوكي ثانية واضح كده؟ لا لا هو مشتغل، تقريبا حضارك عمل شير سكرين للبوربوينت حضارك بس عمل شير سكرين للديسكتوب عشان نظهر كل حاجة ممكن حضارك عمل شير سكرين تاني حاط شكرا شكرا واضح كده؟ نعم 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 كما كنت بقول بحضراتكم هوا ده البيديو اللي موجود لدراسة المبدأ بوجهاته اللي بترسبوند العمصر معين من علاصر البيئة المحيطة وهو في الحالة ديت الشمس تم عمل هذا الموديل علشان يدرس استجابة المبدأ بعناصفه الخارجية للشمس في التوقيزات المختلفة طبعاً كما ترون، هو بيدرس الوجهة الشرقية و بيدرس الوجهة الشمالية طبعاً هو بيدرس كمان الزوايا و بيدرس الانحرقات علشان يقدر يحقق الهدف التصميمي اللي هو عايفة هو مستفيد أو هو مركز على عنصر واحد من عناصر البيئة المحيطة وهو الشمس و بيفكر ازاي يستفيد من الشمس ديت في المبنى بتاعه هنرجع تاني للباوربوينت فده كان نموذج خليني احوط الفيديو تاني بعد ازدوكم كان نموذج كويس جداً للفكرة بتاعت المبدأ وهي الوجهة اللي بتستجيب وبتفاعل مع عنصر معين من عناصر البيئة المحيطة في المثال دوت زي ما قلنا هو العنصر اختار والمصمم يكون عنصر الشمس طبعاً احنا في نص الكرة الشمالي فهو بيدرس الشمس على الوجهة الشمالية والوجهة الشرقية بيدرس النعكاس بتاع الحركة بيدرس ازاي يقدر يعمل تشكيل وزوايا الشمس المختلفة على مدار اليوم من الصبح الساعة 8 لغاية العصر مثلا الساعة 4 طبعاً حضراتكم عارفين البرامج ديت بقت منتشرة جداً برامج برامج كتيرة جداً بتدرس الامباكت دوت بتاع البيئة زي إيكوتكت وده هو جزء من برامج البيئة طبعاً الاستضافة الكريمة يعني البيئة إيريبيا فالبرامج اللي زي إيكوتكت بتقدر بكل بساطة تمكن المصمم ان هو يعمل أو يصل لي النتيجة اللي هو عايزة هنخش على بعد كده هو الحاجة اللي هي Solar Skin Fasad وده مجموعة من الباحثين مجموعة من الاختبارات المعملية فكرت ان هي تعمل Fabric هذا Fabric تكون في تيوبس التيوبس دي تكون معرضة تكون مشكلة الشكل الخارجي للمبنى ممزوجة فيه أو ان هي تكون تشكيل تام للمبنى بتكون من البوليمر وبتكون داخل تيوبس وتستخدم الشمس علشان تقدر تاخد منها طاقة تستخدمها في المبنى أو تولدها وتستخدمها في عمليات أخرى طبعا نحن المنطقة العربية عندنا أو يعني مخصوة مصر يعني والمملكة العربية السعودية وشمال أفريقيا بصورة عامة معرض لكمية كبيرة من الشمس والمفروض ان التوجهات اللي زي كده تكون لها كبيرة سواء كانت على مستوى الاختبارات أو على مستوى التطبيقات نستفيد من الأفكار اللي زي كده اللي هي تمزج الكيميستري أو تمزج الكيمياء بتاعة البوليمارز مع الشمس مع ازاي اقدر أحول بعد كده طاقة دية لطاقة استخدمها في ايه هل استخدمها مثلا في الإضاءة الداخلية هل استخدمها في متغاق Carnival هل استخدمها مثلا في جزء من أحمال التكييف هل استخدمها في إنارة المبنى هل استخدمها في أستخدمها في الأجهزة أعني أوجه مختلفة لإعادة استخدام الطاقة وخصوصاً اللي جاية من الشمس طبعاً لها تشكيلات كتيرة ولها حدود الإبداع مفتوحة لكن الفكرة الأساسية فيها هو أن ازاي ان انت تعمل البوليمر الأصلي وان ازاي تربطه مع بعضه وازاي تبقى مربوط بشبكة كهرباء والشبكة الكهرباء دي تبقى ازاي بتفيد المبنى وبالتالي بتوفر عنصر من عناصر المبنى وبالتالي بتساعد في استدامته النوع الثاني هو الادابتف الالجي فساد وده مبنى موجود في هامبورغ في ألمانيا اتنفذ في عبريل 2013 يعني من حوالي ستة أو سبع سنوات المبنى بيستخدم عناصر متحركة قدام المبنى البانلز ديت موجود فيها الالجي موجود فيها فطريات وموجود فيها كيميائيات مع وجود أشعة الشمس بتبدأ الالجي تتفاعل وبتولد طاقة بيستخدمها المبنى طبعا بعيد عن الفايدة اللي ممكن تحصل من عندي مثلا العنصر ديت تتبقى كشيدنج بانلز أو انها تبقى كده التفكير المصمم انه هو يستغل حاجة زي الفطريات في شيء زي كده هو طبعا تفكير متفرد تفكير مستدام لانه هو بيحافظ بشكل او باخر على عنصر من عناصر البيئة وبيستخدمه كمان انه هو يحطه في عنصر من عناصر تصميم المبنى طبعا دي البانلز وازاي كان طريقة تركبها وازاي طريقة حركتها لانها هتتحرك مع توجه الشمس لانها محتاج انها تكون وغدة توجه الشمس طول الوقت فالفكرة اللي كانت فكرة تصميمية ابتدائية بدأ المصمم انه هو يحطها في نطاق التنفيذ وازاي يقدر ينفذها وازاي يقدر يصممها في أثناء التنفيذ وازاي يقدر يستفيد منها طبعا ده الاسكماتيك انه ازاي المبنى او عنصر الالجي بانلز ازاي هتفيد المبنى ازاي هتستخدم هنا الكيميستري اللي فيها هتستخدم ازاي تفكير جديد وفكر جديد يعني بيحقق برضو نفس الفكر اللي هو ازاي يبقى الواجهة تكون واجهة حيوية موجودة من عنصر من عناصرها موجود في البيئة المحيطة النوع الاخير هو الثرمو بايو بلاستيك فساد وهو بيبقى موجود عن طريق برضو البوليمرز وعن طريق البلاستيك والمنتجات الكيميائية الحديثة اللي احنا بنشوفها في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد وعشرين لها اشكال مختلفة وطريقة تثبيتات مختلفة بتستخدم على انها تكون موجودة قدام المبنى تكون موجودة على الاسكين بتاعت المبنى تحمي المبنى في المناطق اللي محتاجة حماية وفي نفس الوقت تدخل القدر المطنوب من الاضاءة تدخل القدر المطنوب من النفاذية تكون خفيفة وما تكونش موجودة كحملة على الوجهات الخارجية تستخدم بتشكيلات مختلفة تستخدم ممكن فابريك تستخدم ممكن بي في سي تستخدم من البوليمرز يكون فيها فتحات تشكيلية مختلفة طبعا بيطلق للمصمم العناني يعني في التصميم الأشكال اللي بتبقى زي كده يوجد بعضهم موجود في المنطقة العربية زي المبنى اللي على يدينا للشبال دوت موجود ومتحرك على فكرة الحاجات دي متحركة وجميلة جداً وبتشتغل باسلوب جميل واسلوب بسيط واسلوب في نفس الوقت متميز وبيدي الوجهة أخيروا حضراتكم الوجهة من غير العناصر دي بتم عمارة عن وجهة زجاجية فقط معرضة للشمس طول الوقت معرضة للنفاذية الحررية طول الوقت فيها سطوع شمسي عالي جداً للحيزات الداخلية لكن المصمم بحرفية شديدة وببساطة شديدة وبفكر جديد قدر ان هو يستخدم الماتيريال الجديدة تكون متحركة تدي شكل متميز للوجهة وكمان تحميها فبالتالي تضمان استمراريتها واستدامنها هتتكلم على نوع الثاني هو النوع الكاينيتك فساد أو النوع المتحرك وهو النوع اللي بيبقى نوع من فساد تريتمينت اللي هو بيتحرك أو بيتغير من وقت لآخر بيزد على ميكانيكال بيزيز وبيكون ميكانيكال بيزيز ده كنترول من عن طريق بلدنج مانيجمنت سيستم وبيقى فيه سيناريوهات كتيرة موجودة على برنامج كمبيوتر برنامج كمبيوتر دوت موجود فيه جزء من أجزاء المبنى وهو اللي بيحرك الوجهة ديت وهو اللي بيحرك الفكر دوت لكن طبعا الأساس بتاع البرامج ديت أو الأساس بتاع السيناريوهات دي هو أساس بيه وأساس عايز المصمم من خلاله أنه يحافظ على المبنى ويحافظ على الأناصر اللي في المبنى ويخلي الناس اللي جوه المبنى تبقى مرتاحة ويخلي الناس اللي جوه المبنى تبقى مستفيدة بقدر المستطاع فبالتالي جت الأفكار اللي زي كده أن الوجهات إزاي تبقى عنصر من عناصرها متحرك وكمان لا ده ممكن كمان تبقى الوجهة كلها متحركة أو العناصر بتاعتها كلها متحركة يعني حنشوف دلوقتي الفيديو حوريكم فيديو تاني يوضح أكتر الفكرة الإبداعية اللي فكر فيها المصمم ودي برضو شوروم دي على فكرة جالاري شوروم موجود في ألمانيا وهو المصمم من خلاله بيوررين أن هو يقدر يتحكم في كل سنتيمتر من الوجهة وكل بانل يقدر يحركها بصورة منفاصلة يقدر يستخدم البانلز دي كشيدنج ديفايس يقدر يستخدمها على حسب الشمس تكون ويقدر يستخدم البانلز ديفايس يقدر يحركها ويحدد الزوايا المختلفة بتاعتها ويقدر كمان يتحكم في أن يبقى فيه جزء معتم وجزء لا نفاذية وبالتالي تشكيل الوجهة بيختلف يعني أنت حاضرك لو عدتت على الوجهة الصبح ممكن تلاقيها مختلفة على العصر سأ BRWW وبالتالي التالي يوهات يبقى مخزنة على Beldinge Monique Management System بييصد بعمليات او كثيرة يعني ليس بس يتحكم في الوجهات الخارجية يتحكم في التكيف وأنظمة الإضاءة وأنظمة الحركة وأنظمة الكاردس يتحكم في حاجات كثيرة جدا لكن يقدر بكل بساطة أن يكون متخزن عليه السيناريوهات المختلفة الذي نقدر نوظفها لهدف مستدام لا يوجد إشكالية في هذا يبقى أنا حققت التشكيل العمراني أو المعماري والعمراني وحققت الاستدامة أو الفايدة الملاخية أو الفايدة البيئية خليت المستخدم يبقى مرتاح وهو ده الهدف الأصلي المصمم وخليت المبنى يبقى مستدام مبنى زي دوت ممكن يعيش عشرات السنين ومن غير الفكرة دية المبنى يكون مبنى زجاجي شوروم زجاجية معمول منها ألف وحيتعمل منها عشر وتلاف كمانا شوف هنا هيتحكم في واحدة بس يعني هيوصل بتحكمه لي واحدة فقط طبعاً حاجة يعني جميلة جداً ونتمنى نشوفها فيه فيه قريب فيه منطقتنا يعني وانتاني بس انا هاشغل الفيديو واقف عند بعض الاماكن هو هنا استخدم الديفايز بتاعه انه هو يكون هوريزونتل لوفر في وقت معين من أوقات النهار في وقت معين من أوقات النهار أنا محتاج المعالجة على الوجهة تكون كده فلو أنا مصمم الجزء ده جزء ثابت مش متحرك أنا مستفيد بيه في جزء معين من النهار في جزء ثاني من النهار أو في وقت تاني من النهار أنا محتاج الوجهة يكون بس الجزء ده هو اللي شغالي والنفذية تكون بس للجزء ده وقت تاني من أوقات النهار أنا محتاج ان يكون هوريزونتل يكون الضاقة دخلة بالطول مش دخلة بعرض الوجهة كله أقدر أعمل كده أقدر أقفل لأجزاء وأفتح أجزاء بتشكيل معين يعني حتى لو أنا عايز أغير شكل المبنى طبعا لو هو أضاف إن العناصر دي تبقى ملونة طبعا كان المبنى حيبقى ليه فكر تاني وليه مرضود تاني يكونوا يستخدم اللون الأبيض طبعا ده هو مستخدم اللون الأبيض لهدف معين في التصميم عنده لكن لو العناصر ديت ملونة تتحرك بالحركة ديت أفتكر هيكون التصميم الحضري ليها والمرضود بتاعه مختلف جدا شوف هنا حضرتها أنا بحتاج في وقت من أوقات المبنى وأوقات من أوقات السنة أن يكون الشمس دخلا في المناطق دي أو بالنفاذية دي لو أنا مصمم دوت في الوجهة سابتة الوجهة السابتة دي طبعا هتكون بتشتغل معي في جزء واحد من السابتة طبعا بيعجبني جدا في الجزء الأخير من الفيديو أن هو يقدر يتحكم في عنصر واحد هو عايزي يقولك أن أنا أقدر أوصل بالبروغرام اللي عندي لدقة عالية جدا نرجع على الباور بوينت بتاعنا ونكمل كلامنا طبعا الكانيتك بقى فساد حصل فيها تغييرات كتيرة بقى فيه لوفرز وبقت اللوفرز دي بتتحط بشكل جميل جدا جدا بتبقى بي في سي بتبقى متحركة على بدأنا نشوف في المنطقة العربية الترين دا من التصميم بدأنا نشوف فيه من ضمن المباني بتاعت الاكسبو بدأ يظهر الحاجات اللي شبه كده بدأ يظهر في بعض البنايات السكنية العناصر اللي زي كده بتبقى عبارة عن اللوفرز واللوفرز دي بكل بساطة متسبتة وبيبقى فيها فابريك والفابريك دو نقدر نلف ونقدر نحركه بشكل مختلف يحمي المبنى ويبدي شكل جميل جدا المبنى ما انتش شايف زجاجه قدامه اللوفرز دي بشكل بسيط اقدر اقفلها كلها لو الشمس او لو العناصر البيئية الحوالية قاسية مش عايزها انا اثر على المبنى بتاتي اقدر اقفل اقدر افتح جزء اقدر افتح اجزاء يعني بقى فيه مرونة في التصميم يعني اضافة الى ان احنا نقدر دلوقتي ان احنا يكون عندنا اهداف بيئية لا كمان نقدر اكون عندنا اهداف تصميمية حضرية وعندنا مرونة كبيرة في التصميم طبعا اللوفرز بتتعمل بشكل كثير انا بيعجبني جدا المبنى اللي موجود ده وده المبنى ده موجود في الهند وهو منزل ولكم اتخيلوا حضراتكم ان الحاجات دي من الرخام ابارة عن شاسيهات من الحديد متحركة ماكسية دي الرخام وماكسية طبعا دونك متحركين طبعا البيزيك بتاع المبنى سابت وهو من الاحجار حتى المصمم فكر ان هو بصورة بسيطة جدا ان هو يقدر يحرك يحط عنصر بسيط من عاصر التصميم في فيلا في مبنى مش مبنى عام يعني مبنى فيلا سكنية ويقدر يوظف نفس الفكر بتاع ان الوجهة تكون متحركة ومتغيرة ومستباهة طبعا ابداع في الحقيقة يعني ابداع في التصميم مش الوجهات تقليدية ابدا مش سكين خارجي للمبنى التقليدي ابدا سكين متغير ومتطور ومتحرك وبيدي اعتبارات كثيرة مابنى جميل جدا 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 وموسيط وبيحقق الهدف المرجو هنتكلم في الجزء اللي دوت عن بعض الاعتبارات التصميمية اللي احنا او الاستراتيجيز اللي احنا نقدر نتبنىها في التصميم المبنى الخريم طبعا اهم حاجة هو السيطرة على السيطرة على الحرارة والسيطرة على نفاذية الحرارة ونفاذية اشعة الشمس داخل المبنى عن طريق عن طريق النوافذ او عن طريق سواء كانت هوريزونتل او ده حاجة مهمة جدا 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 خصوصا في المطنية العربية خصوصا لي الوجهات اللي بتقع في الجنوب والغرب الوجهات دي معرضة والاسطح الكبيرة الوجهات والاسطح دي معرضة لكمية اشعاع حراري الكبير اشعاع الحراري دوت بيأثر على المبنى بيزود الحمل الحراري للمبنى لازم احنا كمصممين اذا ما كناش هنستفيد من وجود الخرارة والشمس ديت فعلى اهل ان احنا نحمل مبنى منها بوجود الفينستريشن وحساب نسبتها المظبوطة لان الفينستريشن ليها نسبة لكل حيز بيكون الويندو ليها حيز علشان نقدر نحسب قد ايه الاضاءة اللي دخل جول المبنى اضاءة طبيعية وبالتالي المعدة الابهار يكون قد ايه نحن نستخدم حاليا فى الو فاليو حاليا فى الحوائض ايه في الملاكة العربية السعودية ومشتغل R18 كنا نعمل R16 قبل كده ودلوقتي نعمل R18 طبعاً بدأنا R values من R14 ودلوقتي R18 وهي تحقق نفاذية وحرارية منتازة طبعاً الانتيريور تيمبليتشر لازم تكون برضو كنترول لازم لوحد يكون عارف بالظبط ايه هو الانتيريور تيمبليتشر اللي عنده ونقدر نشوف ايه هي المواد اللي احنا هنستخدمها في الحوايط الخارجية وفي المبنى من بره طبعاً من اذا كنا مضطرين ان احنا نستخدم الماسونري او اللي هو سينيو او بريكس او اللي هو الطبو او البلوكس او الحاجات اللي هي المعدل النفاذية الحرارية بتاعتها عالي لازم يكون وراها فكر ازاي انا هقدر اعزل الحرارة وازاي انا هيكون عندي عازل حراري موجون في الوجهات الخارجية علشان اقدر احمي الانتيريور الداخلية اللي غراها طبعاً لازم احسب الحمل الحراري بتاع المبنى مع حول المبنى احنا عندنا نوعين من الاحمال الحرارية فيه الحمل الحراري اللي المبنى بيخزنه طول اليوم في الوجهات الغربية والوجهات الجنوبية بيخزن المبنى الحمل الحراري دوك ده نوع النوع التاني ما حول المبنى ما حول المبنى من الأرصفة وكده لازم برضو ان احنا نكون نحطين في اعتبارنا علشان كده دايماً نقول ان كل ما تزيد مساحة الهارد سكيب حوالين المبنى كل ما الحمل الحراري اللي حواليه يكون عالي فنحنا المفروض نقرب الانتيريور الداخل من المبنى ونبعد الهارد سكيب عن المبنى علشان نقال الحمل الحراري ما حول المبنى طبعاً من ضمن عناصر التصميم هو الارلوك وده عنصر من عناصر التصميم يستخدم عند المداخل وهو يكعل معرفة عن فراغ صغير بيحمي اخصف الاماكين الرطبة اللي فيها رطوبة عالية مثلاً في جدة زي في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية أو في المنطقة الشرقية في الكويت زي في السكندرية amaكن اللي فيها رطوبة عالية التكييف اتمية حركة كثير ودخول وخروج كتير التكييف بيطلع بره نتيجة فروق الضغط فلازم يكون فيه فراغ هو بيكون إيرلوك علشان يحمي التكييف من تصربه للخارج وكمان يحمي الهيت جين انه هو يخش جوه المبلغ طبعا الألوان الفتحة والرفلكتف سيرفس طبعا دوت حاجة ركومنتد جدا 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 فيه التصميم ان احنا نبعد عن الألوان الغمقة ونبعد عن الأسطح اللي تمتص الحرارة والألوانها تمتص الحرارة ونستخدم العواكس الحرارية طبعا لو يبقى فيه استراتيجيات من الناتشوال زي الاستراتيجيات بتاعت وطبعا احنا كلنا أولاد العمرة العربية وعارفين الملائف الهوى وعارفين الحاجات اللي زي الناتشوال الهوى عارفين زي الكورتس والحاجات اللي بتقدر الانتشوال الكورتس او الحاجات اللي بتقدر نعمل عن طريقها نتشوال الهوى طبيعي مع الحاجات التكييفات وكده طبعا دي حاجة كويسة جدا طبعا الماتيريال اسيمبلي بتاع الماتيريال اسيمبلي بتاع الغلاف الخارجي للمبنى ايه هو تصميم بتاع الغلاف الخارجي للمبنى لازم يكون ايا كانت الماتيريال اللي فيه لازم يكون فيه فيبر باريير لازم يكون فيه غلاف شفاف رقيق بيحمي من الفيبر لان الفيبر في الاماكن اللي بيقى فيها رطوبة عالية بتتكسف في الغلاف الخارجي للمبنى وبالتالي بتصرب المياه وبتبوز العاز الحراري اللي جوه وبتنعي كمان الرطوبة للدخل المبنى طبعا لما بنتجي نتكلم على الجليزينج نتكلم على الـ High Visible Transmission طبعا احنا ناس كتير جدا والناس كتير جدا بتحب العمارة الحديثة اللي بيكون فيها نسبة زجاج عالية اللي بيكون فيها نسبة زجاج ملون كتير مفيش طبعا مشكلة في كده لكن شوف الـ High Visibility Transmission بتاعه لازم يكون الـ U-Value بتاعه كنترول علشان نقدر نشوف ما يبقاش ان انا بعمل زجاج انضر منه في تكيف واطفع كهرباء غالية جدا وبالتالي المبنى يبقى بينضر ومش بيستفيد طبعا Higher Daylight Transmission and Lower Shading Coefficient على الوجهات الشمالية اللي فيها الجلير عالي طبعا لضاعة طبيعية جزء لا يتجزأ من تصويم الغلاف الخارجي للمبنى لان لضاعة طبيعية بتخش عن طريق الغلاف الخارجي للمبنى وبالتالي لازم احنا نكون عارفين بالضغط احنا مندخل قد ايه علشان ما تعملش ابهار وخصوصا في الحيزات اللي الابهار فيها مضر زي الفصول الدراسية زي المكتبات زي الاماكن اللي بيبقى فيها زي الاماكن اللي فيها محاضرات الابهار فيها مضر مش مفيد زي الاماكن المكتبية او الاماكن اللي بيبقى فيها عمل لمدة طويلة في اثناء النهار مش باحتاج ادخل اضاعة طبيعية لكن في نفس الوقت ما مقاش محتاج الاضاعة الطبيعية تكون مبهرة ليه مقدرش ان انا اتعامل معاها لازم احط في اعتباري ان انا بالاضاعة الطبيعية انا بعوضها بجزء من الاضاعة الصناعية او حق اللقس المطلوب فلازم اعمل كنترول على قد ايه بالظبط حجيلي اضاعة طبعا المعالجات بالنسبة للأسقف كتيرة جدا 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 منها الأسقف المنكسرة منها ان احنا نحط نحط كليل ستوري منها نحط باسيو نحط ويندوز نحط كليل ستوري ويندوز معالجات كتيرة نحط سكاي لايتس نقدر نأبلاي الكريين روفز في بعض الاماكن طبعا مع ضمان السيانة بتاعتها الكويسة انا بشوف ان الحل بتاع الاصقف المنكسرة في بعض الاجزاء بيكون حل افكتف جدا لان المشكلة بتكمن في المسطح لما يكون السافة مسطح بيكون اكبر قدر من الاضاءة في اسداء النهار اللي هي فترة من عشرة الصباح لغاية ساعة اتنين الضهر مركزة تقريبا تركيز عمودي على المبنى وبالتالي سطح المبنى بيستقبل كميات قوية من الحرارة وبيبقى عنصر سالب في المعادلة بتاعت الاستدامة بتاعت الغلاف الخارجي للمبنى طبعا لو نقدر نحن نمزج التقنيات دي مع بعضيها يعني نخلي فيه جزء من الروف مثلا في كليل ستوري او سكاي لايت جزء منه جرين روف جزء منه فيه فوتو سلة عشان اقدر استفيد منه ان اولد كهرباء لو انا اقدر امزج كزا تقنية وكزا استراتيجي مع بعض ده هيفيد اكتر لو اقدر مثلا يبقى فيه جزء اتريم علشان اقدر احرك الهواء واقدر استفيد من حركة الهواء طبعا الحاجات دي كلها المسج ما بين التقنيات والمسج ما بين الاستراتيجيز عنصر من عناصر كفاءة المبنى وبيعالي جدا 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 الريد بتاع المبنى وبيعالي جدا استدامة المبنى طبعا نتكلم هنا في conclusion و recommendation على بعض الحاجات اللي بشوفها من وجهة نظري انها تكون مهمة جدا ان احنا ناخد بالنا منها ومهمة جدا لحضراتكم ان تبدأوا تاخدوا منها وتبحثوا وتطوروا وتخدونا معلومات اتفيدنا كلنا فاهم حاجة فيها ان الغلاف الخارجي المبنى عنصر مهم جدا 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 من عناصر استدامة المبنى ولازم ان احنا ناخد بالنا منه في الاعتبار وانحنا منظم ان المبنى دايما كان بيتفكر فيه او بينهج نهج مستدام لغاية لما ظهرت التريندس الحديثة اللي هي عايزة تعمل مستدامة لعمارة معينة او اللي هي بتصمم عمارة معينة من غير ما تاخد الاثر البيئي او من غير ما تعمل اسسمنت الاثر البيئي بتاعها فبالتالي ما كانش بيتم دراسة بالزبط ايه اللي كان بيحصل لكن طول عمر الغلاف الخارجي المبنى عنصر مهم جدا البيلنج انبلوب في العالم كله بيتغير والتريندس بتاعته بتتطور والتريندس بتاعته بتتغير تغير سريع الهدف من التغير اصبح هدف مستدام اصبح مش بس ان انا ابهر العميل او ان انا اعمل مبنى يكون شكل يونيك في محيط حضري معين لا ده انا لازم المبنى بتاعي يكون مستدام علشان دي فايدة المستخدم احنا منصمم علشان المستخدم والمستخدم ده لازم يكون هو اولى اهتماماتنا المستخدم بتاعنا هو مش المستخدم اللي جايلي النهاردة بيصمم لا هو الـ future generation ابني وحفيدي وابناء حضراتكم والأجيال اللي جاية هم دول الـ client بتاعنا اللي جايلنا النهاردة طبعا المستخدم النهاردة اللي تعتمد على التكنيكز بتعتمد على ان احنا عندنا تطور تكنولوجي اللي ما نستفيدش منو لما نقدارش اندخل الـ bioc والكينياتيك فساد لماذا من هذه الأشياء لا تبقى هي المستقبل؟ كل هذه تساؤلات وكل هذه أطرحات يمكن نشوفها في المستقبل القريب تجد أن نفكر في المنطقة العربية في الـ Middle East أن كيف نجعل الغلاف الخارجي للمبدأ دائماً مستدام؟ لأن إذا كان الغلاف الخارجي للمبدأ دائماً مستدام فبالتبعية كل شيء سيبقى داخل المبنى ينهج نهج مستدام الوقت جاه لأننا نقدر نقدم التريندس الجديدة البايوفاساس والكينيتك فاساس أنها تبقى جزء من التطور وخصوصاً في الـ Middle East خصوصاً في المملكة العربية السعودية، في الكويت، في مصر، في الجزائر في الأباكن اللي بتواجه درجة حرارة عالية ونقدر نستفيد من الحاجات البايو والكينيتك فيها طبعاً فيه انرجي كتيرة بتروح علينا ولازم نكون نحن مؤمنين بكده انرجي الكتيرة اللي بتروح علينا دي مانلي وبصورة قوية هي مركزة في الشمس يجي بعديها الرياح، يجي بعديها الأمطار التلاتة دولة من أوجه الطاقة المعماري لسه موظفهمش لسه يحتاج ان هو يدرسهم ازاي يوظفهم علشان يقدر بكل أرياحية ان هو يقدم حلول تصميمية تنهك نهج المستدام وتكون في نفس الوقت مفيدة طبعاً لو احنا اخدنا نهج البيو والكينيتك فساد احنا هنوفر كتير جداً من الـ Resources وبالتالي هنوفر كتير جداً من الـ Funds الـ Funds دي احنا ممكن نحطها في أماكن تانية، ممكن نحطها في مباني تانية، ممكن نحطها في مشروعات أخرى فبالتالي يتحقق فكر الاستدامة اللي هو ليه ثلاثة بيلارز ليه ثلاثة بيلارز مش بس في الـ Environment لا كمان في الـ Social لا كمان في الـ Economic احنا نقدر نحقق الـ Sustainability ديت في جميع الأوجه بتغيير بسيط في جزء من الأجزاء طبعاً الممكن يكون ودي نقطة مهمة طبعاً أحب اننا تتكلم عليها دقيقة كده أو شيء طبعاً المشكلة اللي بتواجهنا أو من ضمن المشاكل اللي بتواجهنا هي الـ Initial Cost أو الـ Cost المبدئي بتاع الحاجات اللي زي كده بتكون عالي شوية بيكون عنصر من علاصر Risk اللي بتخلي الـ Client يفر من الحلول اللي زي كده وما يقدرش يقتنع بيها لكن احنا لازم نقدمها له بصورة Life Cycle Cost لازم ندرسها ولازم المعماري يكون بيقدمها لـ Client بصورة Life Cycle Cost هي الـ Cost بتاعة المبنى على مدار عمره المفترض يعني لو انا بصمم مبنى النهاردة سنة 2020 المبنى دوت هيشتغل سنة 2022 مقدر لي ان هو يعيش تلاتين سنة تكاليف المبدئية للتصميم لو هي مليون دولار تكاليف التشغيل باستخدام الـ Sustainable Techniques لو هي مليون ومئتين ألف دولار فأكيد الـ Life Cycle Cost هتوفر لي منهم كتير جدا 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 وخصوصا في استخدام الكهرباء وخصوصا في استخدام التكييفات وخصوصا في أريحية المستخدم وخصوصا في استدامة المبنى المبنى ده يقدر يشتغل في فترات كبيرة ويشتغل لسنين أكبر يمكن أكبر من المقدر لي فكل دي الـ Life Cycle Cost Parameter اللازم يدريسه ويجب يتقدم لـ Client انه والله اقتنع بـ Life Cycle Cost ما تقتنعش به الـ Initial Cost طبعا أنا لغاية هنا أكون خلصت الـ Presentation بتاعتي وأتمنى أن أكون أنا شرحتها بصورة كويسة طبعا لو في أي أسئلة أنا أرحب بيها بعد الأسئلة إن شاء الله حيكون فيه سلايد أخيرة بس هأقول لحضراتكم إيه هي المحاضرات اللي جاية إن أنا برتب ليها لأنها هتكون من ضمن جزء من استطلع رأيي أنا هعمله على أي يوم أبتدي بيه وأنا شايف إن معظمهم مهم لكن طبعا أراض حضراتكم هتكون مفيدة جدا لهم شكرا جزينا لوقت حضراتكم ومشكرا جزينا بالحضرات شكرا دكتور الله كريمك كان في حد بعد سؤال زي تتحرف الفيلا الحجرية؟ الفيلا الحجرية برضو بتشتغل بنفس الاسلوب بتشتغل بنفس الاسلوب بتشتغل بالـ Building Management System بتشتغل ميكانيكالي بتشتغل بمطور يعني الميكانيكال ده يشتغل بمطور بس طبعا صورة مصغرة من الـ Building Management System للعلم طبعا الـ Building Management System بقى حتى في الفيلا وبقى في البنايات بقى داخل فيه الـ Monitoring System ازاي نتحكم في الإضاءة ازاي نتحكم في التكييف ازاي اقدر اتحكم في الـ فأنا ممكن من الـ في البيت عندي بأركب موديول صغير الموديول دوت بيخليني اقدر اتحكم في الـ Air Condition انا اشغلوا قبل ما اجي البيت مثلا او انا اشغل الـ Lighting او انا اطفي الـ Power او انا اعمل لوك او انا ارأي بالخبيرات فـ Building Management System هو اللي بتحكم في الـ Building لكن انا اعرضتها علشان المصمم حبي يحط ماتيريال طبيعية في الـ ويمزجها مع اللوفرز اللي بتحرك دكتور عفاف بادراد اهلا وسهلا انا اعطيح انتوا طلبتوا مني كده اه 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 انا شايف ان في حد تاني رفع ايده بس اه انا هنتاز الفرصة اولا ان انا اشكر جدا المهندس أيمن لأنه بصراحة عرض جميل جداً جداً وأنا أتمنى هو ليه ما تعرضش في السعودية كمان؟ ده أول عرض ليه؟ لا هو تعرض في السعودية قبل كده وتعرض في البحرين وتعرض مرتين في السعودية وتعرض مرة في البحرين يعني تعرض في الجمعية السعودية لعلوم العمران؟ والله أنا طبعاً مشترك في الجمعية السعودية لعلوم العمران في شعبة المباني الصحية لكن ما أعرض نهوش في شعبة المباني الصحية لكن إن شارفتي طبعاً أننا نعرض في الجمعية السعودية لعلوم العمران في أي شعبة أخرى طيب خليني أحاول في هذا وطبعاً أنا ممكن أستأذن بم أرابيا أني أخذ اللينك بتاع فيسبوك وحبعت اللينك ده بالبرزنتيشن علشان يبدو يتعرفوا عليكم الموافق أو الوضع؟ طبعاً أنا أبقى أن أحضركم حالة من دكتور طيب السؤال اللي أنا أحب أسأله يعني الكائناتك في السيدز أو أنفلوب بيبقى حايل جداً بس إحنا وضع بلدنا للأسف متربة للغاية يعني أنا لو أقارن مثلاً هنا بإنجلترا بلاي إنجلترا الدنيا مطر على طول نادر جداً التراب إنما في بلد زي مصر التراب شرس فإزاي نقدر الحاجة دي تبقى مينتيند بحيث إنها ما تتلفش؟ شكراً طبعاً سؤال حضرتك ممتاز جداً وجميل جداً وبيخليني أخش على موضوع تاني وحاجأ جاوب على سؤال حضرتك طبعاً من ضمن المشاكل اللي بتوجهنا طبعاً أنا موجود في المملكة العربية السعودية من 15 سنة ومدير مكتب استشاري كبير ورئيس فريق التصميم وبنشتغل لمعظم العاملة وعندنا مشكلة كبيرة مش بس في مصر عندنا مشكلة كبيرة في أن الناس اللي بتعمل المنتيننس مش بقدر مش دايماً يكونوا مؤهلين انهم ما يعملوا المنتيننس والبيئة قوية وسفير وشارسة في موضوع التراب بيجي لنا عواصف ترابية سواء كان في منطقة الرياض ومنطقة النصف المملكة أو حتى عندنا في المنطقة الشرقية أو كده فدي موضوع مهم جداً 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 إجابة لسؤال حضرتك طبعاً والكينيتك فساد بيبقى مدمج فيها بعض الوصلات للمياه والشايدينج والتنظيف الذاتي وأنا شفت كذا فيديو لحاجات زي كده وأقدر أن أنا أجمعهم وأبعادهم للاستفادة أو أدمجهم في محاضرات اللي جاية لكن زي ما رأينا طبعاً الـ Building Management System بيتحكم بصورة قوية جداً 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 وفي الحالة بتاعت استخدام مياه علشان تنظيف الأسطح اللي هي المتحركة وكده طبعاً بيدمج المياه دي بتكون مستخدمة أو بتكون عائد مياه الري بيكون عائد مياه الري بيكون متفلتر علشان ما يكونش فيه أي شوائب وبيستخدم ويبعد استخدامه بـ Pump الصغيرة وبتطلع بتمشي في الـ System بتاع المبنى وتبدأ تنزل على المبنى وتنظفه بصورة دورية وبتكون اللي بيعمل لها Control أو اللي بيعمل لها حكم هو الـ Building Management System ترجمة نانسان نعم، هناك أستاذنا أستاذ أحمد عيسيا المحبوب أستاذ أحمد تفضل أولد حضرقte افبعه نفسك أستاذ أحمد، طيب الدكتور هاني، الدكتور هاني، الدكتور هاني مثال خير طبعا انا سعيد جدا ان انا اشوف ده انا دكتور هاني ابو العلا استاذ جغرافة العمران من نظر معنوات الجغرافية في جمعات الفيوم ربنا اخليك طبعا هو هو الخلط ما بين او ان احنا نعمل يعني بتوين العمارة وبتوين ده شيء رائع جدا النهاردة بشوف حضرتك بتقدم جزء هام جدا في البيئة اللي هو احنا دايما عندنا شيء من الانفصال يعني نفكر في خطة ونحط استراتيجي والاستراتيجي دايما ما بتبقاش كاملة انا سعيد جدا بالساعات لك بتقدمه ده ده شيء مهم جدا ان احنا يكون عندنا بناء متوائم بشكل كبير جدا مع البيئة وطبعا اعتقد ان ده قابل ان احنا نعدله وفقا لبيئاتنا العربية يعني مش هالي ساعتك قلته يعني ساعتك صممت تصميم رايت في بعض الابعاد كده في درجة حرارة معينة او في شيء من الطاقة معين او في شيء من الرطوبة معين اعتقد ان ده قابل ان احنا ممكن نعدله في ظروف بيئاتنا المختلفة طبعا سعيد جدا بالمحاضرة بشترك عليها شكرا جزيلا جزاك الله خيرا وطبعا التعديل وارد احنا زي ما احنا بنقول دايما ان معادلة الاستدامة معادلة برامتر سبسائتها مفتوحة ومعادلة مرنة معادلة ريزيلينت حتى اللي احنا منقدمه دلوقتي او اللي احنا منتكلم فيه دلوقتي طبعا هو نابع من اليونيتد نيشن ديكتاريشن 2015 وهو انه هو عايز يعمل او يوصل لي الريزيلينس او القرونة في المدن بصورة عامة فمن اول الانفرستركشور لغاية احنا عندنا في البيلنج لازم يبقى مرن بصورة او باخرى ان هو يبقى مستدام التعديل والتصبيب بالبرامترز وارد ومطلوب ومهم لان طبعا معظم الحاجات اللي احنا بنقدمها هي حاجات بنختبرها فلازم ان احنا بعد ما نقدمها كمان نعمل لها اسيسمنت ونقدر نعرف قدية هي بالزبط فيتنج او ان هي حقاقت البيربوس بصورة قدية اه تمام في سؤال من البشمهندسة فاطمة هي الوجهات المتحركة بتحرك ببرامج ايه يعني زي ممكن نلاحظ يعمل فيديو كده هل هو المقصود في اثناء التصميم في اثناء التصميم او يعني حتى بنامج الكوتكت ولا بيكون ازاي ها خليني طبعا سؤال جميل جدا خليني اقول الحكاية من الاول طبعا احنا في اثناء طبعا ده حيخليني اروح حتى كده صغيرة اتكلم على العملية التصميمية العملية التصميمية بتاعت اي مشروع تصميم عمراني لازم بقى فيه موديل ديزاين والموديل ديزاين ليه اوجه كتيرة من الفيزيكال موديل واكترهم تعاملا معها على عناصر المستدامة او عناصر الاستدامة هو الايكوتكت لان الايكوتكت بيدرس كمان المحددات البيئية طبعا لخطوط العرض والطول فانت بتدخل المبنى وتقول والله المبنى بتاعي مثلا في القاهرة في موجود مثلا في المعادي وده المبنى اهو موجود في القاهرة في المعادي او في اي مكان الاحداثيات بتاعته اهي وانا حبدأ ادرسه من التوابق ده وابدأ اعمله لينك وابدأ اشوف السيبيوليشن بتاعه هيديني ايه لكن قبل كده لازم اكون مفكر يعني ده اللي ينفيه التفكير التفكير ما بيكونش في البرنامج انا دايما من دعاة ان انا اشتغل على الشفافة واشتغل على الموديل واشتغل على قبل ما اخرش على البرامج البرامج بتساعدني ان انا افهم اكتر وادرس اكتر لكن مش بتساعدني ان افكر طبعا انا ارشخ لها جدا برنامج ايكوتكت طبعا برده من البرامج اللي بتعمل سيميوليشن الماكس لكن هوا ما فيهوش مديول بيئي يعني الإكوتكت ده مديول بيئي يديني نتائج اكتر لكن انا برده عايز اعمل موديلينك اللي اصميم لما عنديش مشكلة ان انا اشتغل في الماكس او البرامج اللي شبه كده طيب فيه سؤال برده عايزت عارف موجز للجرين بيلدينك طبعا الجرين بيلدينج ترند من ضمن الترندز يعني هو ابن منظومة هو اتولد من الجرين اركيتكتشور لازم الاول نعرف الجرين اركيتكتشور عشان نعرف الجرين بيلدينج هو ايه الجرين اركيتكتشور هي كل ما هو بيتم تصميمه جاي من مبدأ اخدر انه يكون لازم يكون بنصمم بمسؤولية يعني التصميم بمسؤولية فده تعريف الجرين اركيتكتشور انا اي حاجة بصميمه بيكون باعتبر العناصر البيئية الحوالية واصمم بمسؤولية اتجاهها طيب المبدأ الاخدر اي هو ايه المبدأ الاخدر زي طبعا جرين اركيتكتشور تحتيها جرين ايربانيز تحتيها جرين بيلدينج تحتيها جرين لند طبعا يعني جرين متيرييال تحتيها افرق كتير طيب البيلدينج بقى نفسه لازم ان انا اصممه برضو بنفس الفكرة اصممه بمسؤولية بمسؤولية خاضرة بالتالي ان هذا المبنى يجب شيئاً أستخدم المتاريه الموجودة في البيئهة المحيطه بسيط أستخدم عصاد من حديث قناعي أستخدم العصاف السقافيه障Class还 methodI على ذلك الخاص بفي البيئة từ اش qui أستخدم كل ما هو في البيئهات من ناحيةspace أو من ناحية social او من ناحية الاجتماعيات او من ناحية الانفيرومنت كل العناصر دي لو انا استخدمتها في تصميم مبنى ما فالمبنى ده بيتحول لمبنى اقدر او مبنى مستدر ده بكل بساطة وبالبلد كده احنا بنقول ده التصميم او المبنى الاخضر يعني بصورة عامة يعني بصورة بروت طيب فيه سؤال ما هو اسم الشركة اللي بتقيم الجرين كونسترابشن طيب طبعا اشهر 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 شركة او مش هيا مش هيا هي اه 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 احنم منظمة او مؤسسة اشهر منظمة طبعا منظمات كتير اه لكن اشهر منظمة عالمية موجودة في العالم كله هو اه الليد الـ L-E-E-D والليد بتشتغل من اسداء التصميم او من قبل التصميم واسداء التصميم وقبل التنفيذ واسداء التنفيذ ولغاية لما المبنى يحصل له فهي بتقيم المبنى في جميع مراحله من اول ما حضرتك حطيت ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم حنبتدي اهو لغاية لما المبنى يخلص المراحل المختلفة وهي اللي بتقيمه طبعا بيبقى عن طريق reports ويبقى عن طريق categories فيه categories هم اربعة categories فيه category اللي هو بيبقى approved وهو بيحقق اقل من 49 نقطة او silver فوق 49 نقطة او gold او diamond طبعا فيه مباني كثيرة جدا موجودة هنا في الملاكة عربية السعودية وصلت الـ diamond ومعظمها موجودة في كينج عبدالله financial district فيه مباني اصلا كمان في مباني في مصر افتكر دلوقتي في مبنى او مردين كمان وصلوا الـ platinum او مباني او مباني فيه ريتنج معين على حسب النقط اللي انت حضرك بتحققها بتقول والله يرحق النقط ضيت وبتيجي اللي تشوف حقق ده انت فعلا نقط ضيت ولا لأ وعلى اساس ده وتديك الشهادة النقط بيتم تقييمها والتقارير بيتم رفعها في مرحلتين مرحلة التصميم المبدئي ومرحلة التنفيذ اللي هو قبل نهاية التنفيذ وبيكون فيها زيارة للمهومة واعتقدت فيه كود في موجودة مصر اللي هو الهرم الأخضر او طبعا نيجي بقى هنا احنا تكلمنا على الموظمة العالمية اشهر منظمة عالمية فيهم هي الـ lead لكن فيه locally فيه مثلا نظام اسمه نظام استدامة موجود في الامارات نعم فنم؟ اه الامارات اه اه او موجود في الامارات فيه الهرم الأخضر موجود في مصر لكن لسه فيه مرحله البداية يعني لسه مطبعش بقوة فيه اه اه افتكر نظام في القطر اسمه جي سي اس اه جي سي اس مضبوط فده كلها اه 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 طبعا ده مجهود مشكور جدا 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 ومجهود جميل جدا جدا ان الناس دي في الدول خادت الـ lead idea وبدأت توظفها على حسب احتياجاتها هي وعلى حسب رؤيتها وعلى حسب اهدافها وعلى حسب احتياجاتها وعلى حسب الـ culture بتاعتها فانا افتكر ان النظم دي هتكون ان شاء الله في المستعبه القريب بديل للـ lead وهتكون هي البديل الـ national للـ lead وهيكون competitive كمان lead لكن الـ lead هو اشهر حاجة عالمية طبعا هي منظمة غير ربحية ولكن الـ process بتاعتها كلها مدفوع يعني طبعا عشان دعم المنظمة تمام فيه من المهندس احمد ابو العنين استاذنا كبير اه نتمنى محاضرة اخرى لبيان الـ details لطريق التنفيذ وهل الستطارة الخارجية المتحركة لها نظام انشائية مستقل او مرتبط بالمبنى وقرر جزاكم الله شكر سعادة المونس ايمن جعلتنا نعيش في حلم وقعي رائع المهندس احمد ابو العنين شكرا جزيلا بشمهندس جزاك الله خيرا طبعا جميل جدا انا ان شاء الله اعمل محاضرة قريبة كمان عن ازاي الحاجات دي تقدر تتركب وتتنفذ التفاصيل بتاعتها بسيطة وسهلة لكن هي بفكرة عام خليني ابرده الخص علشان افتح الباب للناس انها تدور ورايا وتستفيد هو الـ system بيكون system مستقل متركب على الوجهة و بيكون احباله بيكون احمال انشائية والاحمال الانشائية دي بيتم عكسها على البلاطات الانشائية وبتكون معتبرة في التفاصيل الانشائي بيكون بتركبها طبعا بـ bolts والـ bolts دي بيبقى فيها مواتير صغيرة عشان نقدر نحركها و نقدر نتحرك فيها لكن هو system بيبقى system مستقل عن الوجهة و غالبا الوجهة بتبقى جوة بتبقى زجاجية طيب في سؤال برضو هل المقصود بالـ air lock هو استخدام كـ air curtain؟ اه طبعا الـ air curtain هي بديل الـ air lock هو حيز هو فراغ لا يقل عرضه عن 2.5 متر بيكون عبارة عن مدخل صغير قدام المدخل الرئيسي علشان التكييف يطلع لكن الـ air curtain ممكن يستخدم في بعض الأوقات انه يحمي برضو من الحرار لكنه ليس افكتب قوي بصراحة يعني الـ air curtain النظام ليس افكتب قوي لكنه مستخدم و مستخدم بكسرة و يعد بديل للـ air lock وهما النظامين في كل الأحوال بيستخدموا الهوى انه هو يفصل الهوى الداخلي عن الهوى الخارجي ده اللي احنا باللايف المطاعم أول ما بندخل؟ بصبوط بتلاييف المطاعم بتلاييف المولز بتلاييف دايما بكسرة في الأماكن اللي فيها humidity عالية تمام الأماكن اللي فيها humidity عالية بيكون هو موجود فيها طيب دكتور فراد اتفضل انا وعليكم دكتور ايمان ازاي حضرتك الحمد لله رب العالمين اهلا سهل بشكر حضرتك على الفرصة واللخاء الجميل ده و بشكر السادة المنظمين و السادة المنظمين للمحاضرات جزام الله خير يعني معاك دكتور فرق زكي أستاذ مساعدة تصميم المستدام جامعة أم الكرة اهلا وسهلا دكتور انا كان لقاءة في جامعة أم الكرة ورايب جدا ورايب يعني من سنتين كده انا حضرتك بقول الشكل والصوت مش غريب علي اكيد حضرت عندنا اللقاء بتاع جمعية علوم الأمران ما بين الصحية ايوا تمام وكان عندي ورقة فيها ايوا تمام يوم الأمارة اعتقد يعني صح؟ مظبوطة طبعا استاذنا الدكتور محمد واهبة و استاذ دكتور محمد عاطف و استاذنا الدكتور محمد عاطف و استاذنا الدكتور محمد عاطف طبعا استاذتي اصلا يعني انا اتذكر لان انا بشبه على حضرتك من وقت ما شفت البوستر بتاع الاعلان يعني فطبعا حركت شرفنا يعني ان شاء الله تعالى ناخد الكنتكت بتاع حضرتك وطبعا احنا كمان 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 بنصمم الجامعة الطالبات الشطر الطالبات بنصممه احنا تحت تحديم كنت بس طالما ان حضرتك معانا في المجال فازاي نقدر نعيد تأهيل المباني القائمة بفكر الوجهات المستدامة او الوجهات الزكية المستدامة لتوفير الطاقة او لتحقيق الاستدامة بشكل مش اقدر اقول بنسبة كبيرة يعني ولكن تتوقع معا حضرتك نقدر نحقق بنسبة كم لو حققنا استراتيجيات التصميم المستدام من خلال الوجهات الزكية جزاك الله خيرا دكتور سؤال جميل جدا 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 وبيفتح الضوء لمخادرات قادمة ان شاء الله طبعا كلام حضرتك جميل جدا وفي الصميم طبعا احنا دلوقتي عندنا مباني صممت بصورة عشوائية او بصورة سريعة بصورة غير مدروسة بصورة غير مستدامة طيب هنسبها هنبدل نتكلف عليها كده ولا هنهدمها ولا هنعمل فيها ايه طبعا لا نقدر نحقق بها النظر التي نعالجها على وضاع القائم ونقدر نحن بطرق وسيطة جدا نقدر نحويلها من عشرة في المئة طبعا ضمعا ما فيش زيله مستدام اوهي مثلا دلوقتي بتحقق عشرة في المئة مستدام نقدر نوصلها على 40 و50 في المئة ونقدر نستفيد منها ونخليها نعيش عمر اطول وبالتاني نخلي الباب نعيش عمر اطول من اللي بيعيشه زي ايه زي ان احنا مثلا نقدر مثلا نيجي بكل بساطة نستبدل الفينيشنج بتاع الوجهات بدل ما هو بفينيش بينتص الحرارة ويخزنها لفينيشز بالنوع اخر نيجي عند اماكن معينة نحط او الاماكن اللي فيها زجاج نيجي نحط شيدنج ديبايزز موفبال شيدنج ديبايزز نقدر مثلا نحنا نيجي من داخل المبنى نقدر نعزل ونحط عوازل حرارية نقدر مثلا من خارج المبنى برضو ان احنا ندخل بعض العناصر ونعيد توظيف بعض العناصر اللي الحضرة مثلا او الحاجات ازا كده لا نقدر نعمل حاجات توصلنا من 40 و 50 في المية من الكفاءة للمبنى اذا كنا احنا منعتبر اللي موجودة عندنا مثلا 10 في المية لكن واعتقدش ان احنا نقدر نوصل لأكتر من كده ومش فالطلوب ان احنا نصرف على المبنى القائمة كتر من كده ده ده وجهة نظري طبعا ويعني انا موضوع شيق وجزاك الله خيرا وان شاء الله هحط له حاجة ان شاء الله هدرسها بإذن الله طيب دكتور فرق برضو تفضل يا دكتور استكملا دكتور ايمن واكيد حركة هتأكد على كلامي ان النهاردة التكنولوجيا بتحقق بالنسبة كبيرة جدا الاستدامة خاصة في الدول الغربية يمكن حاجة جميلة جدا دلوقتي بصدب دخول للشرق الاوضح يعني انا وهي ان انا تكنولوجي واعتقد احنا مش بعيد عن ان انا تكنولوجي ربدا على سؤال استاذتنا الدكتورة عفاف فدران ازاي نعمل المنتنس والسيانة للوجهات بدون ما تكلفنا دلوقتي انا تكنولوجي بداخل في معظم الوجهات المستدامة او المباني المستدامة علشان تكون ذاتية التنظيف فعلى سبيل المثال مبنى ابراج البحر ذاتي التنظيف الاغشية المستخدمة ذاتية التنظيف مضادة للحرائق مضادة للبكتيريا مضادة للاتربة فاكيد حركة قدر توضح لينا النقاط دي باهم جزاك الله خير عن دكتور كلامك صحيح في ترند من فترة مش قليلة يعني من من بداية الالفين نعم وهو يتكلم على النالو تكنولوجي وخصوصا في مواد البناء الحديث خاصة حركة عدو معنا في جمعية علوم الأمران شابت المباني الصحية وعارف من أوائل المباني اللي استخدمت النالو تكنولوجي المباني الصحية خاصة يعني احنا دلوقتي بالنادي لتفعيل أرجوكو يا جماعة يا معمريين يا مسؤولين يا متخصصين في ظل مكافحة فيروس كورونا ده أنا لو عندي المبنى بتاعي مجهز والفينشينج بتاعه النالو تكنولوجي أنا مش محتاج مش هيبيعانت انتشار عدوى لأن هي أصلا عنتي بكتيريا صح مزبوط معاي يا دكتور مزبوط مزبوط كلام حضرتك مزبوط فطبعا يعني أنا مش هعمل وجهة سمارت النهاردة واستخسر فيها حضرتك باند أن أنا أدخل فيها المتيريال الجديدة طبعا لا غنى عن المتيريال الناتشور اللي حضرتك كذكرتها وأنا ليه أبحاث على فكرة في الموضوع حضرتك أنا أخذت أخصص في مجال التصميم المستدام ولكن يعني عايزين ننشر فكرة فكرة النانو تكنولوجي عندنا في مصر أو في الدول العربية بشكل خاص يعني طبعا 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 كلام حضرتك مزبوط جدا 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 سواء خارجيا أو داخلية يعني سواء المواد المستخدمة أو داخلية طبعا النانو تكنولوجي من بداية الألفينات وهو بتطور مواد وخصوها مواد البناء الحديث اللي بتبقى anti dust اللي بتبقى anti water اللي بتبقى داخلية مثلا بتبقى مضادة للبكتيريا أو مش مضادة لا تتفاعل مع البكتيريا بيبقى بتاعها سيلفر طبعا الحاجات اللي زي كده بتبقى موجودة طبعا ويمكن لاجها ما فيش أي مشكلة فيها طبعا طبعا لا وبتحقق لي حضرتك ده يعني بالزيادة إلى رفع كفاءة المبنى بدرجات أعلى ما نتوقعها أعلى من درجات الاستدامة كمان اللي احنا ممكن نطمح اليها خلي بالحضرتك يا طبعا 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 فأتمنى تبعت لنا الموبايل على الشات علشان أنا مش متذكر إن هو معي أكيد يعني عنايل التين حاضري فاني عنايل التين الله يكرمك شكرا جزيلا لحضرتك كل أساتذة عفر عرفتني دكتور هاني سلام عليكم عليكم سلام عليكم اللي هي بتحدد جزء بتدي قدر كبير أو من الكواليتي فلايف هي عموما مش مش بس الشكل اللي هي لا بالعكس ديت ديت environmental responsible فعلا زي ما حضرتك كله وفي نفس الوقت هي بتبقى يعني كده من أول البيلانيج للدزاين الكونيستراكشن الابريشن كل ده طبع الجريد بيلدنج اللي هي في الآخر تتوفر طاقة وفي الآخر تتوفر امبعثات كربون وفي الآخر تدي شيء معين من الكواليتي فلايف وطبعا يهميني هنا إن أنا أقول إن الكاونسل بتاع يوس إيه بتاع الجريد بيلدنج ده بيعني بيدي ريتس بيدي ريتس النهاردة للعمارة من حيس كونها جريد بيلدنج أو لا وكتير قوي من معايير أو أحد معايير المدن الزاكية اللي بيتاخد عليه النهاردة المدينة تبقى زاكية أو مزاكية هي إن المستوى العمارة فيها يرقى لمستوى الجريد بيلدنج من حيس بقى الستايلوف لايف من حيس الريسورسيز من حيس الانبعثات من حيس كله شكرا جزيلا تمام تمام باشر تمام تمام دكتور فعلا كلامك مضبوط جدا جدا وهو أصلا البرنيكولار اركيتكشن اللي إحنا طالعين كلنا منها هي أصلا مستدامة هي أصلا جرين هي أصلا وعشان كنا نعرضها في بداية البرزنتيشن إن البرنيكولار هي مستدامة إحنا اللي بيحنا بنعمله دلوقتي أو يعني اللي عملناها ففترة من فترات الزمن هو اللي مكانش مستدام فبالتالي بنرجع للأصل بتاعنا تاني صح أحايا حضرتك والمسؤولية اللي باية اللي حرك كلمت عليها دي طبعا أفخم يعني حرك كلمات كله قيم ولكن أفخم من قد قليل في الحتة دي فعلا هي مسؤولية باية موأمة باية تمام أنا طبعا مش عايز أدفيت عن الموضوع لكن طبعا دايما بقول إن في فترة ما قبل الحرب العالمية التانية وفترة ما بعد الحرب العالمية التانية وفترة النهاية قرن العشرون طبعا فترة ما بعد الحرب العالمية التانية هي كانت أسوأ فترة مهمارية وعمرانية في تاريخ كوكب الأرض لأن كان فيها الرابط الوصول اللي كان كله كونجريت وكله مفهوش شكل كويس مفهوش تصميم كويس أقوى زائد المشاكل اللي فيه زائد 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 للأسف الحاجات دي تمان جاتلنا احنا في المنطقة العربية متأخر جالنا الـ Precast جالنا الحاجات زي كده المفهوك كنا نمشي على العمارة بتاعتنا احنا الـ Vernicular ونطور فيها المفهوك نمشي على العمارة بتاعتنا احنا حتى اللي كانت في مطلع القارن العشرين العمار الخديوية كده دي كانت ممتازة جدا 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 كانت مستدامة بيئيا كانت بتحقق راحة للمستخدم كانت كان مدفوع فيها يعني كان مصروف عليها ومدفوع فيها ومستدامة فعلا حتى من الناحية الإيكونوميكلي احنا بنعمل دلوقتي او بنطور دلوقتي او بنحسن دلوقتي اللي قدنا موزته قبل كده في فتلات من بعض الحرب العالمية التانية لغاية نهايات القارن اللي عايش اللي صحيح صحيح بشهندس مصطفى مبروك بشهندس مصطفى مبروك حقق معايير الحاجة زي الباسف هاوس وحاجة زي need يعني إيه الفروقات اللي ما بينهم لو حد client منطلب بحضرتك ان انت تتلبر مبني يكون الباسف هاوس وفي نفس الوقت يكون lead هل في فروقات مبير الاثنين جوهرية؟ أنا عرفني في فروقات، بس كنت أعرف إن ديبس أكتر إيه اللي ممكن يكون لفروقات مبير الاثنين؟ دا سؤال، السؤال الثاني، إحنا هنا في الإمارات دائما بيوجهنا مشكلة إن معايير الاستدامة هنا عالة جداً يعني ساعات بيكون في بعض الحاجات زي المدارس مثلاً أو زي المبني اللي في حكمها يعني بيكون مطلوب معايير صعبة جداً في sustainability يعني مش دائما بيكون حتى المعماري قادر إن هو فيها، درجة نومة الملك المشروع ممكن نتيجة إن هو إن المعماري أو المكتب الاستشاري اللي صامت بالمشروع معمارياً مش قادر ياخد approval من الاثوريتي هنا في الإمارات، بيدارها لحد تاني فكان دائما مشكلة الـ verification بتاعت الـ optimization بتاعت الفساد دائما بتبقى محل صد ورد يعني لأن معظم الناس بعض الـ authorities بتحتاج مثلاً موديلز معمولة بـ IAS معمولة ببعض الأحيان بـ ANSES حتى في بعض الأوقات عشان يverify الكلام بتاع فكنت عايز أعرف منك أكتر عن المضوع دا يريد لحظاتك للطرقة لها بعض الضوء يعني شكراً جزيلاً على المحاضرة بجد واتمنى تبقاش آخر محاضرة يعني نعم إن شاء الله بشير في محاضرة بانتفين معاين وإن شاء الله بشير في محاضرة معاين برده وإشان الصف بإذن الله بإذن الأوراية بخالص والله بشير انتظارك بشير في مصطفى سؤالين جمال جداً 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 والتين أحسن من بعض خلينا جاوبك عليهم واحد وراء الثاني السؤال الأولاني اللي هو إيه الفرق ما بين الـ passive architecture والليد طبعاً خليه أقول لحضرتك حاجة ونرجع كده مع بعض وراء ليعرف بس الفرق ما بينهم إيه في التعريف وبعد كده الموضوع سيشرح نفسه الليد هو نظام ريتنج نظام تقييم نظام نقاط بيعتمد على النقاط علشان النقاط ديت بتأهل المبنى إن هو ياخد شهادة أو ما ياخدش شهادة لكن يكون في نظام معين من نظام تحقيق الـ energy efficiency فهو نظام تقييم في الأول في الأخير النظام دوت يهدف ليه؟ لأهداف تحقيق الـ energy saving أما الـ passive فده تريند جداً 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 وأنا كان ليا تجربة شخصية كيه كمان الـ passive building هو ابتدى بالـ passive house ليه بعد؟ الـ passive house هو المبنى أو الـ building اللي الطاقة اللي دخلانه أدى الطاقة اللي خارجة منه بتساوي الطاقة اللي خارجة بتساوي صفر يعني ما بيحتاجش طاقة خالص من المحيط اللي حواليه الطاقة اللي دخلها أدى الطاقة اللي خارجة فبالتالي بيوصل لمعادلة إن هو بياخد من البيئة صفر طاقة وفيه مثال مهم جداً جداً هنا معمول في المملكة العربية السعودية إذا الحضرات تعمل بيسرش عليه اسمه سابك passive house شركة سابك عاملة مشروع اسمه سابك passive house سابك passive house هو عبار عن مبنى تصويمه عادي جداً 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 لكن بيشوف المبنى دوت هو هم اختاروا مبنى فيلا هم شافوا المبنى فيلا دوت علشان يشتغل بطاقة محتاج طاقة قد ايه؟ محتاج كهرابا قد ايه؟ وأنا أقدر بالتصميم أولد كهرابا قد ايه تخليه أنا مش محتاج كهرابا فبالتالي سوفي أنا كان ليه شخصياً أنا كأيمن أو مكتب عبد الرحمن أي مكتب أنا شغل فيه كان لينا تجربة في كينجة عبدالله في جدا وكنا بنعمل لهم برضو passive house وهذا كان حاجة اختبارية ولمسنا هذا الموضوع وكان الهدف ان احنا كمان ما نوصلش لل passive house ان احنا نوصل لل negative لل negative 1 ما يسمونه negative 1 house ال negative 1 house اللي هو مبنى كمان مش بيوفر الطاقة بس لا ده كمان بيصدر ده كمان عنده فائد من الطاقة يصدرها للجريد يصدرها لي الحكومة يصدرها للدولة وبدأنا احنا كمان هنا في المملكة او بدأت شركة الكهرابا شركة سكيكو وتحت رعاية وزارة الكهربا انها تستقبل من المواطنين ان هو يبيع للدولة كهربا لكن مش لازم يكون passive house لكن احنا هدافنا اللي احنا نعمل passive house اللي هو passive house اللي هو الكهربا او الطاقة اللي داخلانه بتصوي الطاقة اللي خارجة منه انا بس عندي استفسار بدون مواطع الكلام حضرتك بس مهدم يعني انا دايما اولا اولا عشان بطاقة كنت بعرف انا اولا بكلمك من خلفية انشائية اكتر من خلفية يعني انا عارف ان ده كله اكتر الاخواتنا في العمارة طبعا يعني هم اليوم السابقه في الكلام ده وكل حاجة او الناس اللي شغلات اصطنابيات تحديدا بس انا دايما كنت لما بشتغل في او لما يعني بقيت اتعلم اكتر عن الموضوع ده لقيت ان اكبر مشروع بتواجهك وكناس بتشتغل في الموضوع ده ان ساعات بيحصل بيحصل تسريب من بعض الوصلات بيتقلل الكفاءة بتاعت المبنى زي ما حضرتك قلت من شوية فهل في طرق عملية او حتى resources ممكن نرجع لها بشكل يخلينا قدر نحل المشاكل ده بكفاءة ولا الموضوع بيبقى مجرد معتمد على الحلول اللي بيقدمها الشخص المسؤول عن الموضوع ده او المهندس المسؤول عن الموضوع ده لان الموضوع ده فيه قراء كتير جدا يعني وحتى الطرق اللي بتقاس بيها الموضوع ده فيه variation فيها كبير فانا كنت برضى حاجة بسمع منك لو حتى مش هينفها دلوقتي ممكن بعد كده في محاضرة تانية تمام بشوانز جميل جدا سؤالك وهو اصلا او تعقيبك يعني وهو بينقلنا لي ان انا اجاوبك على السؤال التاني اللي هو سؤال بتاع الاستدامة والإمارات وكده بس خليني انكد بس ان الاجابة بتاع السؤال اولاني تمام و لا واضحة 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 جدا واضحة فالpassive هو اللي هو التقل اللي داخليه قد انتقل اللي خارجا مني ده بكل بسط اما اللي يدفع ده ريتنج سيستم ممكن المبنى يكون سيلبر جولد فلاتينيوم اي حاجة الحاجة التانية بقى هو ليه اجاب حضرك على سؤالك التاني اللي هو ليه هو في بعض الدول زي في الامارات ليه في مشاكل كبيرة في البريفيكيشن بتاع الستسترابيليتي سيستم وده جاي من سؤال حضرتك ان المشكلة اساسية هو مشكلة تصرب الطاقة تصرب الطاقة ليها اوجه كثيرة جدا 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 ففيه تصرب فيه الطاقة الحرارية سواء داخل المبنى من بره لجوه او من جوه لبره تكييف يتصرب لبره او ان الطاقة الحرارية تخش المبنى هذه النمرة اثنين تصريب في الطاقة المياه تصريب في طاقة او مش لازم يكون تصريب او يكون هدر في طاقة المياه او هدر في عدم استخدام المياه المعاد استخدامها فبالتالي البريفيكيشن سيستمس كلها عايزة إيس ان ده ما بيحصلش ان المبنى في الحالة ديت لا ان لو ده ما بيحصلش المبنى بيقى مستدام مفيش تسريب في الطاقة الكهربائية اذا في بعض الواصلات الكهربائية لو انت تجي تمسك الحاجة اتلاقي بتصرب كهرباء اما كهرباء ديت بفلوس يعني بتخلي المبنى مش مستدام فبالتالي من هنا جت الهيئات او ان هي بتعمل تقوم بتفسير ودوا بتعمل في كزا مرحلة واحد منهم بيتعمل في مرحلة التصميم واحد منهم تاني بيتعمل في مرحلة التمفيذ وليه بيتعمل في مرحلة التصميم وليه بيتعمل في مرحلة التصميم؟ الأساسي اللي بيتعمل في مرحلة التصميم هو بيتعامل على الـ Conceptual Design Calculation اللي بيحطها المصمم وبيقترضها على حسب الـ Equipment اللي حيشتريها المالك والـ Contractor فمثلاً بنقول إن إحنا هنشتري أجهزة تكييف كذا الـ Efficiency بتاحها كذا، ودفع الحراري بتاحها كذا الحرارة الخارجية كذا، إحنا حطين إزاز كذا بيحمي كذا فبالتالي الحرارة حتقش لنا بنسبة كذا فبيطلع من الموديل في أثناء التصميم جهد حراري أو موديل حراري معين الموديل دا لحزم يحصل له verification ثاني مرة أخرى في أثناء عملية التنفيذ وبعد ما يعمل المقاول verification و purchase لـ Equipment معينة جاب بقى هو Equipment معينة ماركة تانية بـ Efficiency ثانية بدفع تاني، تمام؟ وعمل re-calculation لازم يعمل remodel ولازم يذهب أن يثبت أن هذا الموديل دا سيف زي وزي الموديل اللي تعمل في أثناء التصميم، حضرك مهندس structure وعارف أن أنا مثلاً لما باجي أعمل مبدأ حديث فأنا طبعاً مش fabricator لـ Steel Structure، أنا راجل designer فبحط أحمال افتراضية علشان أقدر أصميم الـ Footings اللي هي بتبقى الـ Concrete وبحط ملاحظات للمقاول أنه يجيب ويجيب designer و fabricator في نفس الوقت designer و fabricator دا، لازم هو يعمل verification ويعكس الأحمال من الموديل بتاعه على الـ Foundation ويعمل re-design the Foundation نفس الهكاية في الـ Energy Model أنا أولاً بعمله في التصميم، بطلب من المقاول أنه هو ومشاناً بطلب من المقاول بقى، لدلوقتي، دا الهيئات هي اللي بتطلب من المقاول أنه هو يعمل واحد تاني، فاسداء التنفيذ عشان يثبت أنه هو مجي صح فمن هنا بتيجي الصعوبة، ومن هنا بتيجي الـ debate، بتيجي المراقشة ومن هنا بيجي الأسباب، والأسباب كلها بتيجي أساسها هو الليكيج بتاع الطاقة، سواء الطاقة دي كان الطاقة حرية أو طاقة مياه أو طاقة غهربية أتمنى كوني يعني أو جاست، أنا أنا أفهم الكلام ما حضاك بتقوله كويس جداً، بس أنا كان دائما بيحصل الآتي، بيحصل أن فلان بيتدعي قدرة على، لو هو عد في المتيريال أو في الألوان حتى أو في المبنى هيحصل الـ Reduction للـ Energy Consumption بكذا في المية، وليكم مثلاً عشرين في المية دائماً باستمرار الـ Verification بتاع الكلام ده بيقى فيه مشكلة مع الـ Authorities دائماً يعني بشكل مستمر، لأن أولاً لإما أنه هو بيكون شغال بـ Tools الـ Tools دي أصلاً بيكون مش على مستوى معتبر كـ Tools، تمام؟ معتبر عند الجهة اللي هو بياخد منها الـ Approval أو بياخد منها الـ Verification أو إنه هو بيكون الجهة بتطلب نفسها أصلاً More Advanced Analysis للموضو دائماً، مثلاً على سبيل المثال، لو في حد جد دعا إنه هو والله بتوزيع معين للـ Diffusers اللي موجودة في المبنى هيقدر يقلل الـ Differential Average اللي موجود في درجات الحرارة مثلاً ولكن يخليه مثلاً من درجة ونص لنص درجة مثلاً فده كليم، هو بيدعي شيء دلوقتي عشان يقدر يـ Verify ده يمشي تقبل منه، غير لو عمل مودي الأنسز معقد جداً وهيكون يعني إثبته بالطرق العادية السهلة البسطة، مش مسألة سهلة فهل فيه Work Around للكلام ده، هل فيه حاجة نقدر نتعلمها بحس إننا نقدر ننجز ده من غير ما تكون منطورين لخش في More Advanced Modeling اللي الكلام ده، انت عارف الموضوع بياخد وقت وبياخد فلوس كمان كتير يعني مبرامج زي أنسز وغيرها غالية جداً أصلاً يعني انت قال لي ليسنس ومنها بستي ألف دولار يعني فرقم كبير جداً لو انت بتتكلم على كيانة سويرة أو على كيانة حتى متوسطة متقدرش تقدر تدفع رقم ده سنوية متقدرش فأنا كنت بس كان سؤالي يا إيت لو تقدر تنصح بحل المشكلة دي يكون شاكر لك جداً لا هو أنا شخصياً وأنا ده النهج اللي احنا من أنهجه وأنا دايماً أحب الأمور الواضحة الصريحة اللي هي بتأثر المسافات فما أنت ليس النهج حولها لأن لاننا بدلا جايف حاجة جديدة مش في القيوت لازم أثبتها بدلا جايفة الجديدة لازم أثبتها لازم يعني ده حاجة بدلا أنا ما فيش النهج حوليه فأسلم طريقة إن انت تهمشي بالقيمات المحبثين في القيوت لكي توفر المطلوب لان هو مش طالب انك أكتر من المطلوب هو طالب انك المطلوب بس فللاسل فمانت ليس النهج المطلوب يعني حتى لو جاء لي حد مثلاً.. بيقول لي الله دي متيريلي جديدة بقول له فين الاعتماد بتاعها على طول اول شيء. بقول له فين الاعتماد بتاعها اديني الاختبارات المعملية اللي انت عملتها اديني هيئة المواصفات والمقييس موتمدها. اقول له وعنده دي تمام خلاص انا مش محتاج منه حاجة. معندوش دي بايديني منتج انا عارفه. معمول له اختبارات قبل كده. تمام تمام. للاسف ففيش لكن انا اشجع في نفس الوقت انا اشجع البحث. واشجع الانوبيشن. واشجع ان لو فيه حاجة زي كده تستاهل الصرف. هو حاليا 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 انا اخر حاجة شخصيا عرفتها. يعني فيه اوبن سورس طولز عامات قوية جدا تحديدا طلع من فرنسا يعني زي كود استر وغيرها من الحاجات وسالومي وغيرها من الحاجات. بدأت تثبت وجودها فعلا دلوقت انها بتنافس مع الانسس. بس مشكلتك كبيرة انها بتحتاج عنده حد عنده خبرة اكتر شوية بالسكريبتينج للبيثون والتعامل معا ما بيكونش بالسلاسل اللي موجودة في البرامج التانية اللي بتكون اصلا لازم تكون مشتريها يعني فبس بدأ اطلع منافسين دلوقتي يعني زي ما ما كانش فيه حاجة زي كده خلص بتمجوها دلوقتي. لازم تكون معتمدة كمان كبروسيس من الجهة. مزبوط 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 مزبوط. وإلا انت بتعمل مجهود ووحدش هيبو صرف. مزبوط مزبوط. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ازاك الله خيرا. دكتور شايماء تخد ديك. دكتور شايماء كانت في نفس المحاضرة دية اللي هي الواجهة الخارجية وازاي نقدر نسهم في خلال البنم و مشروع العالمي. من عوارنا يا بش مهندس. ازاي حضرتك. اا طبعا محاضرة جميلة احضر ديك اصرت نقطة مهمة جدا الفساد والجمين فساد ودي حاجة مهمة جدا. يمكن احا هتكلم عن ثلاث نقطة. هو ان المعماري عنده الجزء بتاع التحليل. مهم الجزء بتاع الديزاين والجزء التالي اللي هو بيشتغل على الجزء الكوست. وحضريك اتكلمت على الثلاث نقطة دورها حاجة ممتازة جدا. اا مثلا لو احنا بنتكلم مثلا عن الجزء بتاع المبنى من جوه مثلا. و احنا بنعمل تحليل. وممكن نستخدم برنمج زي ديزاين بيردر. لو احنا مثلا بنعمل التحليل للوجهات. نقدر نعرف الجزء الخاص ب مثلا الوجهة دي. هنستخدم فيها العنみたい عبارة عن ايه؟ او يعني الانح hey Beer بتاعه هيبقى اد ايه؟ لان هو ممكن يبقى pee بدائل كتير جدا. نختار على اساسها الافضل ليها صح كده ولا ولا ايه? طبعا طبعا صح. اتمنى حضرك. الجزء دوت يعني اتمنى لو حضرك فيه استفادة في الشرح بعد كده يبقى حاجة مهمة وهتفيد المجموعة لان احنا شايفين الديزاين من بره او بعد اكتماله لكن المرحلة التصميمية نفسها هي دي لسه ما 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 ترحتش يعني. والجزء كمان بتاع الخاص بالليد. ايه النقاط اللي مركز فيها على الوجهات او ان هو يقول ان الجرين وولز ديت مثلا تمام اكسبت على ايه على النقاط ايه دي برضو جزء مهم جدا يا ريت حضرك برضو تبقى تطرحه برضو. والجزء الخاص بقى برضو بركز عليه الحدة اللي هي بتاعة الماتيريال. استخدام الماتيريال المختلفة المناسبة لكل منطقة منطقة حرية فدي جزء مهم جدا وعامل مهم وحدك اشرت على جزء الازاز او نوع الازاز اللي هو انرجي والده مهم جدا في الجزء ايه الخاصة بي الاستدامة لان ده بيوفر كتير جدا واحنا اما هنستخدم الجرين فساد الا اما هنستخدم هنبص على الخامة اللي هنستخدمها فالماتيريال دي اتعبارة عن ايه او استخدماتها ايه دي برضو ليها يعني خط تاني مهم جدا جزء بتاع الار واليوفاليو واد ايه المقاومة الحرية دي مهمة الماتيريال برضو ايه الاهم في المناطق ايه يعني ايه دي برضو مهم قوي يا ريت حضرتك برضو واحنا معايك يعني انا برضو يعني عايزة اهتم بالجزء ده مع حضرتك برضو نشتغل عليه الفترة دية لان هو دوت المنصر اللي وصلنا فيها على النعمارة مستدامة في بلادنا نجزك الله خيرا بشوهندسها وكلام حضرتك كله جميل وممتاز اه اه واضح طبعا يعني ما فيش في اه اه دوت يعني اه اه زي ما حضرتك قلتي اه اه تلت حاجات مهمين الحاجة الاولانية واللي هي اه اه طبعا انا يعني خبرتي كلها في التصميم انا عشرين سنة خبرة في التصميم اه اه فبتهميني جدا الـ design process لكن هي للأسر فكانتش جزء من المحاضرة بتاعت النهاردة ان المحاضرة بس كنت عايز اوجه نظر الناس وخليهم اقولهم شوفوا فيه حاجة هنا اه اه ابدأوا توكلوا على الله ودوروا وشوفوا توصلوا لايه لكن الـ design process نفسيها ليها parameters تانية وليها كلام تاني وشرحها يطول في المحاضرة منفصلة ان شاء الله اه اه وحعملها بإذن الله مفيش بيها اي اي مشكلة طبعا الجزئية التانية بتاعت Learn ومش عايز يعني طبعا نتفاهم الكلام ان انا ضد الليد او كده لكن انا ليه تحفظات عليه وده يعني حق يعني لكن انا ببص للليد على قد حجمه هو initiative منتزم وrating system رهيب وبيحصل له development كل فترة ودي حاجة كويسة جدا 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 وبيحصل له development على طول لكنه مش متخصص ومش مفيد ان هو يتنفذ في كل اماكن العالم علشان كده انا بشجع دايما ان يكون في local energy saving system زي عندنا في مصر كده الهرب الاخضر الجديد او زي استدامة او زي حاجات كده او زي هنا حتى في السعودية بيعملوا دلوقتي سعف نظام rating system اسمه سعف انا اشجعهم اكتر من ان اشجع ليه بقى؟ لان الليد هو زي ما قلنا rating system لـ design components مش design strategies ما بيهتم جدا بالماتيريال والمادة اللي احطها لكن ما بيهتمش بالتوظيف اللي انت هتوظفه ايه؟ هو يهمه ان انت تجمع نقط بقدر مستطاع يهمه ان انت توصل لليفل معين علشان يبدأ يبصلك ويبدأ يرى التقارير بتاعك لكن مش بالتالي يعني هو مثلا من ضد الحاجات اللي انا دايما اخدها مثلا على ال rating system بتاع الليد بالزاب ان هو يقول لك مثلا لو انت عندكش نقط معينة ممكن تشتريها ممكن تشتري نقط انا استفدتي إيلا وأشتريت نقط وخاصة في مجال الطاقة ترشيد الطاقة الكهربية انا استفدت إيلا امشتري نقط بالفلوس نعم فده ده مش يعني ما بيبقاش حل امثل ويمكن يكون حل امثل في امريكا لكنو مش حل امثل موجودة عندنا مثالا في منطقنا العربية انا مهما اشتريت ت Bil capitalist Яكني مش هادة انا شعزى استفيد في الاخر فيدتي انا فائدة الشخص Alleziy動 وقال لي ايما انا شعزى صمم الم مبدأ سواء الشخص ده إنسان اعتباري أو مؤسسة حكومية أو وزارة أو دولة أو رئيس بمهورية مش هقول لنا جايب لك ليد بلاتينيوم وشاري 20 موط كهرباء ودفع لهم 20 ألف دولار ده استفاد هو إيه؟ ده خسر ما استفادش فالليد في حالتنا ديات يمكن يكون درجة نمرة 2 أو نمرة 3 نحن نشتغل على أهداف الترمية المستدامة أهداف الترمية المستدامة وهي دي اللي نقدر منها نتحرك واللوكاليزيشن بتاعتنا، عندنا حاجات لوكال بتاعتنا زي مواد لوكال مش موجودة مثلا في الريتنج سيستم النقطة الثالثة والأخيرة اللي هي بتتكلم على الكوست حاجة مهمة جدا 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 لإن واحد من الريزيست بتاع أي حاجة، أي ترند جديد بما فيهم العمار الخضراء بما فيهم هو الانيشيال كوست وتوجه بعض الأخوة أن هم يحكوا القصة من ناحية الانيشيال كوست لا، أنا لا يجب أبصّلها من الـ Life Cycle Coast لأن الـ Life Cycle Coast دي أهم بكتير بكتير بكتير، وهي الأصلا متماشية ومتوافقة مع المبدأ المبدأ بتاع الـ Sustainability بيقول إن أنا أـ Sustain resources للـ Future Generation بالتالي أنا لا يجب أبص على الـ Future Coast على الـ Coast على الـ Future لو أنا اعتبرت اللي أنا حصرفه دلوقتي من غير اللي أنا حوفره في سنين عمر المبدأ هطلع خسران وبالتاني إتلاي متحيا يا رب إني ويقول لي أيمن أنا عايز باندى الترادشنال يا عم تلوقعوا مهتم لا تدخلنيش في القصص دي، أنا حقصر فلوس دلوقتي لا، أنا عايز أقول له أن أنت حتكسب فلوس قدام فبالتالي يبدأ من هنا تريندي يشتغل يبدأ بقى وراء ، ورا، ورا، ورا داه لازف كتير تعمل في Material Specification يعني في ناس وفي درازة يتعمل في المعامل على الـ Material بتاعت الـ الـ بدل للطوب اللي اخنا نستخدمه في ماصر أو التوب الأحمر أو التوب أي أن كان، هذا طبعاً ينفس حرارة رهيبة أو نحن عندنا هنا في الصعودية التوب الأسمانتي أو سيميو أو أي أن كان، يوجد ناس يعملون على ساند يعملون منه بريكس، يوجد ناس يعملون على أش مع الساند و مع الكلي و يضغطونهم تحت درجة حرارة معينة، يوجد ناس يعملون على الإزاز، يعملون على الإزاز مثلاً في بلجيكا ناس كثيرة جداً، تشتعل على الإزاز في بلجيكاً أن هما يعلي كوفيشنت بتاعه جداً أو يؤللوا جداً لأن برضو هو عندهم في أوروبا عكس عندنا، هما عايزين يحفظوا على الحرارة الداخلية إحنا عايزين عندنا يعني العكس، عندنا عايزين تكييفات هي التي تحفظ عليها، هما عندهم لا مش عايزين البرودة هي التي تخش ففي تطوير كبير، لو إحنا مشينا من مبدأ الانيشيال كوست، أبواب التطوير دي ستقفل ده بورد تاني لكن لو ابتدينا منهم إن ده المستقبل وده الفيوتر وده اللي لازم نعمله، وده اللي لازم إحدى نستثمر فيه حالياً دلوقتي علشان أولادنا وأحفادنا واستمرارية اللي إحنا بنعمله، فأعتقد أن ده حيكون مرضوده أعلى، حيكون مرضوده كبير، وأنا متشكر جداً لحضرتك أن أنتي وجهتي نظري للحاجات دي وإن شاء الله بإذن الله نعتبرها في المحاضرات اللي كانت بإذن الله، الدكتورة عفاف بادران، وإن شاء الله أنا في الصورة جمعين مع حضرتك دكتور، وهذا كنت قلت أول حاجة في الآخر أنا ممكن أقولها دلوقتي هي آخر سلايب، وهي بسرعة كده الفيوتر توبيكس أنا هتكلم على ثلاث مواضيع إن شاء الله في المستقبل طبعاً إضافة للمواضيع اللي حضرتكم اتكلمتم عليها، يمكن يكون المواضيع ديت مهمة أو مش مهمة عشان كده أنا بسطل على رأي حضرتكم إن شاء الله على صفحتي على الفيسبوك وكده، هحط استبيان لأي يوم أبدأ بي، أنا شايف إن فيه ثلاث محاول مهمين جداً نشتغل عليهم، أول حاجة هو هو المحور بتاع التطبيق الأكواد العالمية في التصميم، في التصميم اللي إحنا نشتغل بيه دلوقتي، وأهمهم وأشهرهم هو الانترنشن ببين لين كود، اللي بدأت منظمات كثيرة، ودول كثيرة تنتهجوا، وتأخذ الكويس فيه وتعمل الكود بتاحه والانترنشن ببين لين كود، مثلاً نقدر نحن نتكلم فيه من ناحية المباني العبادة، نقدر نتكلم فيه من حيث المباني الدراسية، أو المباني الانستيوشن، اللي هي المباني اللي بتهتم بصحة الإنسان، طبعاً احنا في الفترة اللي احنا فيها ديت، يعني لازم نهتم ونبص على المباني ديت بصورة مختلفة، لأن اللي حصل في كوفيد-19 بصراحة غير حاجات كثيرة، وده عنوان مقلي جديد إن شاء الله، اللي هو تأثير كوفيد-19 على العمارة في العشرة سنين الجاية، طيب ده حاجة رقم واحد، حاجة رقم اثنين، هو إن فيه فصيل كبير من المجتمع، هو زاوي الهمم زي ما بيطلق عليهم، أو زاوي الاحتياجات الخاصة، دولة فئة مش مدرجة في معظم البلاد العربية، مش مدمجة في society، ليه مش مدمجة؟ لأسباب كثيرة منها أسباب تصميمية، ودولة بيت اسمو ثلاثة كاتيجوري، كاتيجوري للناس اللي عندهم اعاقة حركية، ودول هنتكلم عليهم من حيث الـ ADA أو الـ دي كان الـ Disabled Standard، هنتكلم عن شوية Case Studies، هنشوف إزاي نظر ندمج الناس دي بكل سهولة في المباني بتاعتنا، في الشوارع بتاعتنا، في الأسانسيرات، بكل راحة، وكل سهولة، وكل سهولة، وكل يسر النوع الثاني هو الأطفال اللي عندهم Autism أو Down syndrome، ودولة أطفال موجودين، أطفال ويجبار ويبقوا شباب ويوصلوا لمراحل من العمر، ولازم أنهم يدماجوا في society، ولازم أنهم يبقوا عنصر من علاصر society، ولازم نبصرهم بصة ثانية، ولازم نعرف إزاي نقدر نعمل لهم رهابيل الناس، الحاجة الثالثة هي Healing Gardens أو الحضاق الحسية، ودي تريند من دولة نقدر نعالج المرضى، سواء كانوا المرضى دولة عندهم Autism، Down syndrome، مرض عضوي، مرض داكسي، كيف نقدر بالتريند من التصميم أن نصل بمعدلات شفاق عالية للأشخاص ونقدر بالتالي أن نتبقهم في المجتمع، التريند الثالث هو Importance of Standardization للInstitutional Facilities طبعاً إحنا في الوقت بتاع COVID-19، نحتاجين إن إحنا نرجع ونشوف المباني بتاعتنا اللي إحنا بنتعالج فيها، مظبوطة أو مش مظبوطة؟ أهم اثنين standards موجودين في العالم كله هو FGI Federal Guideline Institution والGCI اللي هو Accreditation System دولة هتكلم فيهم حامل أول Introduction للFGI، إيه هو الكود ده؟ ده مهم جداً هنعمل كمان Introduction للGCI هو نظام Accreditation للمباني الصحية بعد ذلك هنتكلم على Outpatient Departments، هنتكلم على Radiology Department، هنتكلم على Emergency هنتكلم على حيزات العمليات والإندسكوبي، هنتكلم على Isolation Room واللي مثل الـ Isolation Room هي محور الساعة وحديث الساعة من أي حد لازمه Isolation Room حتى احنا كمان من ضمن الاشترافات الصحية، سيبقى فيه Isolation Room في المباني عامة يعني حضرك تخش مول بعد ذلك هتلاقي فيه Isolation Room، هتخش مطار هتلاقي فيه Isolation Room، مش بس في المستشفى فدي المواضيع اللي أنا إن شاء الله ناوي أتكلم فيه الفترة الجاية، إن شاء الله بالجاية بتاع حضراتكم وب... يعني... ناصيحكم أنا أقدر أبتدي في أي من منهم، وإن شاء الله نستفيد جميعاً ونفيد بعضنا بيزنك شكراً جزيلاً لكم يا دكتورة؟ أحتعمرك دكتورة، أحتعمرك سلام عليك، أولاً، سعيزة أوضح أن النياز شكراً رغباً، سعيزة بعضنا، سعيزة بعضنا بيزنك، أو بمصلك، أو نصر الخطوات هذه الصورة فضل أوكي، فنزم تانية زي ليد، زي بريم، وهو دي نظام بريطاني، وزي غريم غراق ففيه أنظمة كتير غير ليدز هي كمان الحاجة اللي أنا عايزة ألفت النظر ليها إن أحيانا بعض البنود بتتعارض مع بعض يعني عشان تحقق واحد لإن لسه ما تعملش ديبلوكمنت كويسة لكل البرامج بدون استثناء تخليها ما ينفعش النقاط تتعارض مع بعض فأنا بس حبيت أوضح وفيه كتاب كويس قوي اسمه Handbook of Green Building Design and Construction وده بيدي مقارنات شاملة للشخص اللي كان بيسأل على أنه نظام اللي يمشي عليه وهل يكتفي بليد أو passive strategy إلى آخره كنت عايزة بس أنوها عن الجزئية دي فيه نقطة بس هالفت النظر برضو ليها بسيطة جدا أنا لما بسأل على إن فيه بلاد بتبقى مطربة جدا تعرف الكلايمت بالنسبة للبلاد المختلفة هو يعني بيخلي الديزاين دايما بيتعامل مع الكلايمت فإحنا ما بناخدش بالنا عند إحنا بنقول مثلا آه ده فيه شمس ده فيه رياح ده فيه رتوبة ما بناخدش بالنا إن التراب دست is a very important element في الكلايمت فأنا لما بتكلم عليه أنا عارفة إن فيه أسطح بتبقى هايدروفوبك بس حتى كلمة هايدروفوبك طب ما هي يعني عشان المية لما تنزل على التراب ما توسخش فتبقى and so on بس أنا بتكلم على نقطة مهمة جدا إنت أول ما بتدخل في الكايناتيك دخلت في حاجة تانية غير الأسطح دخلت في موبيلتي فهنا التراب بتتوجد في الجزئية بتاعت الكايناتيك مش في الأسطح بس حبيت أوضح بس النقطة دي شكرا جزيلا كذلك أنا خيرا دكتورا هو واضحة جدا 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 يعني النقطة وكمان البريم سيستم طبعا موجود ومشهور لكنه مش بشهرة الليد ومش بالإمباكت بتاع الليد ومش بالفريستيش كمان بتاع الليد وكده بس هي اللي بيحصل إن الليد بيتعمل له بروفاجاندا جامدة جدا أنت عاربين أيوه أيوه هي دي نقطة أوكي مش لإنه أكفر لا 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 بالعكس مش لإنه أكفر أو شيء لا لا بالعكس أنا يعني ما بحبش طبعا يتفهم من كلامي إن أنا ضد الليد لكن يعني أنا بشوفه مش أكفر نظم الحفاظ على الطاقة أو يعني نظم البرامج اللي بتحفظ على أو تستهدف الحفاظ على الطاقة وشايف إنه هو يعني يستهدف الربح بصورة متساوية للفايدة يعني بصورة كبيرة أجزكم الله أكبر دكتور أتماما من حضور اللي عايزة يشمع القمرة اللي أصدر تسري مع الدكتور ولد حضركم شرفنا سمع عليك أستاذ عبدال حضر لك آي عبدالحضر لك آي عبدالحضر آي عبدالحضر آي عبدالحضر �에서 المفروح على ساحة كونيجي هل إشنا عايزين وإنها مصرية المركية؟ ماشفونس عمر ساماني حضرتك؟ ايوه سامان حضرتك انا طبعاً يعني لما فتحت الكاميرا فتحت كل الـ طبعاً من ضمن الحضور والدي يعني هو شرف طبعاً هو يكون حاضر وهو يعني رقم واحد يعني في عيمن لكن اما فتحت الكاميرا شوفت بصراعاً لا اساسناك موجود من الأول محاطرة بنا بارك فيه بنا بارك فيه شكراً 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 جزاكم الله كل خير وألف شكر حضرتك دكتور على المحاضرة الممتعدية وجزاكم الله كل خير الله يكبر شكراً شكراً جزيلاً وتحياتي الجميع شكراً 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 شكراً